فأنا عندي لك نصيحة واحدة بس قبل ما ابتدي أقول رأيي نصيحة واحدة رن أردت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان موعدنا الشهري مع حلقة الحصاد والحلقة رقم 15 بالشراكة مع صديقي وحبيبي ماهر منوّرنا يا رايس حاسن يجيب هدف وحشناك كيدا بجد والله انت فعلا جايب جدا انت جايب حتة تجوه ده أنا حعمل فيك عماية للمهاردة بس استنى على سير تليجوان أنا راحت علي أنا كنت أتفرج شكورة وراح علي الإيرا حاجة ميسي ورونالدو خلاص بس هتابع كأس العالم أكيد يعني كأس العالم زدام أنا أتابعهم بس شايف أنه هي إيرا أحد جديد لأنه تايم لاين شايفه مخبوص على واحد اسمه هالند هالند وشفت الأهداف وشفت الأهداف حاجته بسرعة يبني اللي زينة يعني لا إحنا وشكلها رجعتي أتفرج شكورة على البتاعة إحنا في عصر جديد وحقول لك كده كم اسم ترقبهم وكأس العالم دوت حيبقى نقطة انطلقهم يا معاك هالند معاك مبابي طبعا ده بالنسبة لك مش غريب قوي عندك واحد فيا كرهته من قبل ما أحبه عشان الناس اتكلمت عليه كتير مع ميسي يعني أنا ما عارف ولا أعرف لعبه إلا شفت في كاس العالم اللي فات وحمستني الولد شاطري يعني بس ما شفت له ما عارف إيش في النادي بس من كتر الناس تتكلم على أخبار ميسي كره يعني هو جاب حواليش وقت لغت مش في محله كده بس هو طبعا موهبة ما حدش يقدر ينكر دي عندك حاجة في البرتغال اسمها رفيال لياو عندك حاجة في البرازيل اسمها فينيسيس جونيور بس لما كاس العالم يبتدي إحنا لنا كلاما خلينا نخش مع بعض إحنا لنا كلاما أنا عارف ليه تحمست يا محمود أنا أولاد التلاتة الاثنين الكبار ولا أحد فيهم دخل كورة ولا أحد فيهم بفكر في الكورة نهائيا الصغير ولا دي لحين ترى يتفرج وصار يلعب وصار يلعب مع فأنت دلوقتي بتقول لي إن أنا لو كنت جبت ولد ثالث كان حيبق له في الكورة ممكن شايف أنا اتنين ما جاب وحلقة الثالث هو أنا خيبت أملي في أولادي إنهم لليوم في الكورة ولليوم في الفيفا والله أنا بيني بيلك حمسني أنا حمسني صار يتكلم معايا وإنما نسافرنا طلب يشتري التشيرت كده ويبغوا يتفرج فعارف كده حسيت إنه لأ طفولته دي لأ تروح فاضي يعني لازم إنه كويس إن أتشارك معاه في حاجة يعني فلا هحاول أدخل معاه وأتفرج يعني جد معا في دور حلوة أوي أوي واخدوني ما معاكم هنبتدي بالتأسيمة الجديدة اللي احنا بنعملها مؤخرا إنه نحن بنخلص الأفلام الأول وبعدين نخش في المسلسلات وبعدين نتطرق سريعا لشوية أخبار والبداية أو مواضيع عامة أو مواضيع عامة بالزبط البداية مع الأفلام وتعالى نبتدي بداية خفيفة لطيفة زي الفيلم نفسه كده فيلم تيكت تو باراديس ده إحنا اللي كنين شفناه أنا تكلمت عنه في شورت سريع كده أنت ما سمعتك تكلمت عنه خلص على موضوع الشورتات بالله يضيفها أبدا أتكلم في الأخير على موضوع الشورتات ماشي ضروري لو ضرورة نتكلم عليه طيب أنا الفيلم روحت لنهو هو الوحيد اللي كان موجود في السنو بكل أمانة في داك الأسبوع الصدف يعني وأظن أي واحد وأبدا أنت كمان قلتنا في مراجعة أي واحد من الجيل اللي شاهد جولي روبرت وجورج كلوني حيكون عنده فضول أنه يروح أظن الجيل الجديد ما يعرفوهم يمكن والله ممكن أوصل للدرجة جديدة وما يعرفوهم يعني ما بيبصروا منهم ومثلين عواجيزيا مثلا فدخلت الفيلم بإتوقعات منخفضة جدا وخرجت من الفيلم ما قدر أقول فيلم خرافي بس أنا أمبسط أنا اضحكت الكاريزمة بين الاثنين عالية 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 جدا ما قد تصورتوا نكرزمة بينهم كده ما عنا ما اشتغلوا مع بعض يعني بس إمكن ما اشتغلوا فيلم كامل ودي الطريقة معنا وجورج كلوني بالذات وكان المفاجأة أكتر من جولي روبرت إنه جولي روبرت شفناها في كثير أفلام في الدور الخفيف جورج برضو بيدي الدور خفيف بس مو بالخفة يعني الجو الطابع الكوميدي كان جدا خفيف مع أنه كل شيء في البلط أو القصة بالكامل يعني كنت شايفة من البداية لنها كلها كلها كانت واضحة معايا ما في حاجة جديدة إلا أنه البنت ما غيرت رأيها بس غير كده الأمور كلها كانت متوقعة وأقدر أقول أنا خرجت مبسوط فيلم بسيط وشفته ظهر يعني من الصدفة إنه شفته يوم السبت في الظهر فوقت مكتول على فيلم ميت على فيلم خفيف كان جاي ممتاز في الكمبنيشن كلها جات مميز مناظر طبيعية زريفة شوية سهواكة على شوية كوميديا ده ده إجازة هم أخدوا إجازة ومدفوعة التمن أنا هذا أظن الفيلم أنا يتهيقلي كتير بيعملوا كده عارف أنا كنت تايما بيقول أدم سندلر قضى عشر سنين من عمره لما بيحب يسافر مع حدا من صحابه بياخدوا معهم كاميرا ويصوروا فيلم أنا يتهيقلي دول تقريبا عامل نفس الموضوع والعلمك في مصر أو في العالم العربي ابتدى ده يظهر برضو شوية دايما يروحوا واخدين الناس كده وطلعين على حتة سحلية جميلة ويعملوا حكاية خفيفة كده وخلاص على حد تعبير واحد صاحبي الكلمة اللي هربت مني وأنا بحاول أوصف جوليا روبرتس وجورج كلوني قالك دول الموسس بتوعنا احنا هي دي هي دي من الاخر هي دي الكلمة انتو بقى خليكوا في الموسس بتوعنا احنا بتوع الناس الأدام دول شوية أبغى أديك معلومة ممكن الناس مو تنصدم بس يعني أنا بالنسبة لي كانت يعني مفاجأة الفيلم تصدر ببيعات التذاكر أسبوعين عندنا فعلا تقريبا يس واو ده خبر سعيد جدا والله بالنسبة لي الناس الناس حبت الجو العام كده والممتع وسهل انك توصي بيه اي احد تبقى تستمتع تبقى تاخد جو وروح تفرج اظن يا تسبوعين يا عشر ايام بس كان عامل ارقام كويسة ممتاز والله تيكتو باراديز نقدر نقول هو ما وعدش بحاجة قوي فبناء عليه ما احبطمش ابدا ابدا على ولأ وبين وبينك أنا يعني مو مفتقد قدما اني ابغى النوعية دي من الافلام تستمر نحتاج احنا مو كل فيلم نبقى درامي وقوي ومدري ايه نحتاج الافلام دي الخفيفة السهلة اللي لتشغلها كده في الظهر يوم السبت عارف كده وانت جاعد على جنب وتمشي الوجه ولا تقلق من تعائدات ولا تقلق من اجنتات ولا تقلق من ان حد يدخل عليك وانت بتتفرج ولا تقلق من صحيح والله ابدا ابدا صح بس ده بقى في تقدير الشخصي ومعرفش في تقديرك الشخصي ايه لان الفيلم اللي جاي برضو شوفناه ما كلمناش عنه ده بقى على قد ما انا فاكر ده لنا ولا انت كلمن عنه اللي هو سي هاو ديران اللي في تقديري الشخصي كان محبط شويتين ثلاثة انا الفيلم بكل امانة الاسماء اللي موجودة على البوستر مرحبة يا رجل صحيح اسماء قوية تمام الجو العام حق الفيلم من البداية خلاني اقول الله اخيرا حشوف فيلم هو سدونت ولا من الفاعل بطريقة جديدة توست ممكن يكون جديد علينا على الساحة وننبسط وكلام ده كله طريقة التصوير طريقة تقديم الشخصي تفكرني بوست أندرسون بشكل كبير جدا بس يعني الفيلم من البداية للنهاية فاضي وحتى النهاية واذا كنت أنا مدور على توست ولا أدور على شي يعني ما فكر اللي كتب ما اجتهد انه يفكر ما اجتهد أصلا انه يفكر والمصيبة أنا في الفيلم ده اخدت ابويا اخدت ابويا مع ان العلمك هو اختيار كويس لان الفيلم برضو بيدور بشكله أو بآخر في عالم أجاثا كريستي فممكن الناس القديمة يكون بينهم شوية ارتباط معه أو حاجة زي كده ايه فبس يعني ممل صحي ممل بزيادة لأسف انه كان ممل بزيادة وكان ولا جد الأسماء اللي المشاركة فيه مع انه كل واحد فيهم جدم دوره صح في الأسماء اللي محطوطة هي القصة نفسها الحبكة نفسها كلها كلام فاضي هو عموما بالنسبة للناس هو اعتقد الفيلم يعني لو موجود في السنة محدد بيفكر فيه علشان نديله مقدمة مناسبة هو فيلم هودانت جوة فيلم هودانت يعني هو الفيلم كله بيدور عن مصرحية المصرحية نفسها هودانت اللي هي لغز من القاتل وأثناء التحضير لنقل المصرحية دي الفيلم بتحصل جريمة تانية وبندور على مين اللي عملها والفيلم في بدايته زي ما حسيته زي ما يكون جاي التريق على النوعية لأنه هو على لسان الراوي اللي هو إدريان برودي قالك الأفلام هودانت لو شفت واحد منهم تبقى شفتهم كلهم وده كلام جميل وقعد يتريع عليها برشقة هيلة جدا في البداية عجبتني بصراحة فكرة فلاش باك أنا مستحيل أعمل فلاش باك ايه اللي هيحصل بعد كده حتطلر لي شاشة تقول لي فيها بعد ثلاث أسابيع رح تطلع على شاشة بكتوب فيها بعد ثلاث أسابيع زكية جدا مصريفة جدا بس بعد كده المحاولات الابتهاد دايات فعلا القائمة على الفيلم ساب إيده العملية بقت كسلانة جدا 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 دخلوا أجاتا كريستي جوه الفيلم بشكل هزلي ملوش معنى في الأداءة التمثلية عجبني إدريان برودي عجبتني سرشي رونان جدا سرشي رونان يخي إيش فيه دور مين ديها تعملوا البندي إيش فيه دور مين ديها تعملوا حتى البنت السخيفة البسيطة كوميديا ودمها خفيفه عملة بقى أم في سن صغير كده بتكتهد عشان تثبت نفسها وعندها شوية ذكاء على شوية غباء على شوية دهولة على شوية إتقان على شوية حاجات زي كده سام روكو للأسف تقديره شخصي مجاشي في فيلم ده مجاشي ملوش أي حضور على الإطلاق وعجبني ديفيد أويلو اللي هو اللي كان عامل المؤلف لو أنا فكر أنه هو اللي عاملت دور صح بس فعلا في النهاية الدنيا بقت كسلانة أنا على السيرة أنا دايما بقى أكتشف هذي ممثالة عمل الآن في السنة هذي أشوفه الأدريان برودي شوفته في مسلسل بيحكي قصة الليكرز وصعود فريق السلة الأمريكي حرام عليك إذا لم أشوفته الآن مسلسل ترى مرة يشتهل تشوفه أنت إنسان تحب الرياضة وكي تعرف شوية عن الليكرز أكيد بجان في المئة بص حقط عن نقطة دي عشان أقولك أن نياتي في عدد من المسلسلات التي أنت بتوصيني عليها هو مستمرة إيه سواء ساكسشن أو دبويز أو ويننج تايم دا لو حيكمل أول حاجات دي كلها لما الموسم الثاني يقرب ههوك فيهم زي ما أنت حمستين الباري وحمستين الأطلنطة وعملت كده لما الموسم الجديد قرب دخلت معاك فيه فأنا هعمل كده نحاول فأدريان برودي أنا يعني لو نرجع له مرة تانية أنا أنا متعطش للهر جدا أنا أحب تمثيله أنا مرة يعجبني يعني هنجي للفيلم دا يمكن بعد شوية فيلم بلوند وطلع فيه بشكل بسيط بس والله يأسرني أنا أكتشفت جدي أنا أحب تمثيل هذا الرجل اللي لعنة الأوسكار صابته مضبوط يعني من يوم ما أخذ الأوسكار بعدها ما قدر أن يشيل فيلم لحاله بس الفيلم اللي هو بنتكلم عنه الآن يعني حتى لو نزل جماعة في أي منصة إذا ما عندك شي تاني تشوفه برضو لا تشوفه هو مشاهدة منزلية جيدة جدا على فكرة موصلية وزريفة وعالهادية بس يعني أنا اللي دايقني فيه إنه نصه الأول والثيم بتاعت الترياء على نوعية أفلام لغة زمن القاتل كانت بتاعت بحاجات أحلى كنت منتظر أنه في النهاية يعمل توستايا كبيرة فعلا يعمل تغير كبير بعد كده زي ما بقول لكم ساب إيده خلاص ما بقاش مهم يعني ويعني حتى كل أفلام بداية حاجة أجاثا كريستي اللي هما جايبين سيرتها دايما القاتل يكون يعني فعلا فيه توست فعلا فيه شي يقول كيف ما شفتها كيف ما ربطتها كيف مدرمين هذا ولا شيء أول واحد هيقف بلكه هو بس هو خلاص والوحيد اللي ما دخلنا في سيرته ولا كان مشتبه فيه طب كيف تبقى ما تشتبه في أحد يطلع هو القاتل فكرة بقى هوس دنت ولا من الفاعل إنك تشتبه في خمسة ستة وبعدين واحد منهم بطريقة ما يكون هو اللي سواه معنو أنت مشتبه في ستة دا الوحيد اللي ما دخلنا في قصة طولحة فجأة كده صار هو القاتل وهو كل حاجة والأفلام اللي زيه دي الأفلام الحلوة في النوعية دي اللي دايما ساعد كشف اللغز بتطلق خط لقصة تانية خالص بقى اللي هو يتفكر نفسك مركز على الموضوع دا فجأة تلاقي الحدوط حاجة تانية خالص المرة دي لا مفيش هم فعلا دول وإحنا بندور على مين اه عنده باك ستوري صغيرة مش عارفين لا مش مش احسن حاجة لا مش جد المجاة مش جد المجاة خلنا خش على فيلم اقوى شوي ايش اللي بعده اللي بعده ما عارفش بقى دا اقوى ولا مش اقوى بس زي ما انت عارف احنا دخلين على موسم الهالوين والافلام الرعب حتى اكتر الفترة اللي جاء جميع بصوا من هنا ورايح اي تريلر يعني الناس بتخش السينما مثلا لما عاد الفيلم ساعة تسعة ايوه حرام صح حرام هتلاقي الفيلم بيبتدي تسعة وربعة تسعة وتلتة فانت عندك تلت ساعة تريلر كلها افلام رعب من غير ما نفكر عشان محدش يتصدم ابتدت التريلر ببنت صغيرة بتتمرجح فيلم رعب سمكة عيمة فيماية فيلم رعب الناس بتتسابق في سمكة فيلم رعب كلهم حبوا افلام رعب ومن افلام الرعب اللي طرحت بالفعل فيلم سمايل والبريمس بتاعه كان جذاب قوي بس انا سؤالي ليك هل الفيلم ده فتح نفسك لانك ممكن تخش معنا موسم الهالوين السنة دي ولا هتفضل واخد نوقف من الرعب شوف شوف يعني انا الفيلم هذا من التريلر معني انا يحين بانصح اي واحد ما شافه ليه شوف التريلر لانه فعلا فعلا فيه جوانب كثير في التريلر على الرغم انها حمستني جدا وانا انسان ماني حاج رعب بس على جولة محمود اعطاني ايش الفكرة من فيلم منطلق اللي هيجي وكيف اخدينها فجذب انتباهي مممممممم شي رعب مع ابتسامات توزع ابتسامات فيه حاجه في توزيع ابتسامات هذي فخلاني ادخل الفيلم فعلا مستعنيت ان اروح السينما مخصوص وكان فيه خيارات اخرى يعني سواء على مستوى انه في البيت نزل بلوند وغيره لا وص يعني رحت الفيلم ده وابديته على افلام تانية البرمس هيرو تمام تمثيل ممتاز بس انا مرة ثانية ارجع اقول انا شكله انا المشكلة فيه شكله انا المشكلة فيه لانه الفيلم والناس جالسة الناس مبسوطة وانا ما احنا خارجين سمعت الناس تتكلم ان هذه احلى فقرة عندي عارف اللي اسمع الناس ايش تقول اكون ملقوف الف عارف اللي ماشي وادني ورا هنا ادني موجودة هنا فلان اتكلم مع فلان شفت الصار لقيت انه عدد لا بأس به من الناس كانوا مبسوطين من الفيلم انا خرجت وانا اقول اوكي الفكرة حلوة حقت البداية فيه شي حلو في النهاية حلو جدا في النهاية بس في النص عبارة عن جمب سكيرز رخيصة بالهبل كتير اوه بالهبل بالهبل يعني في كل لقطة فيه واحدة رخيصة احنا اتوقعت انه الجيل الجديد من الفلام الرعب بدأ يجيبلك الجمب سكيرز بس ما تكون رخيصة يعني انا مارك فلانيغن من اكتر الناس اللي انا احب لهم المسلسلات الرعب حقتهم وبسبب انه يعتمد على القلقة النفسي اكثر من الرعب لكن حتى لو حطلك جمب سكيرز تكون مزروعة وتكون واحدة في الحلقة او واحدة في حلقتين فانت قاعد كده فاماني لا تنخض والخضة حلوة بتمشي سير الاحداث مجرد معمولة عشان تخضر فهذا الفيلم لا هذا الفيلم على رغم ان القصة عجبتني على رغم انه فيه حاجة في النهاية ما بغى احلق على الناس الفيلم فيه حاجة في النهاية اللي هي من فين ده حلوة بس تكفيلت الفيلم نفسها على اين انتهينا على الحشو اللي في النص كله ده انا ما عشت معاه خصوصا كل احد غير البطل الرئيسي في التمثيل انا متفق معك في حاجات ومختلف معك في حاجات الفيلم انا على فكرة تبعت النصيحة اللي انت بتقولها انا ما كنتش شايف التريلر بس البريمس عجبني فكرة اللعنة بتاعت الوجه المبتسم دي وتخيلت انها اداة جيدة جدا لتصدير الرعب بعيدا عن الجومب سكارز فيلم الرعب اللي لازم هيكون فيه جومب سكارز احنا فاهمين بس انا طول من ادخل الفيلم عمال احسب في الامكانيات اللي ممكن تطلع من ان وجه بني ادم يبتسم بشكل فجائي وده ممكن يعمل ايه في المشاهد لو انت عارف الابتسامة ديت معناها ايه الحقيقة دي ما تمش الاعتماد عليها تقريبا خالص الجومب سكارز كلاسيكية جدا حتى موضوع الابتسام كثيم اساسية فكرة ان فيه لعنة لو شوف تحدي مبتسم ده معناها حاجة وبتبي يطردك ولغاية لما يحصل حاجة وبعدين اللعنة دي تنتقل للي بعدك واللي بعدك واللي بعدك فكرتني شوية فيلم كان زمان اسمه فولن بتاعد انزل واشنطن وجون جودمان ما انتشرش قوي بس كانت شبهي الفكرة دي فكرة انتقال اللعنة بناء على حاجة معينة والنهاية متشابهة الى حد ما يا اسف لو ده حرق حاجة للناس اللي شافت فولن بس فعلا في النص زي ما انت قلت فيه كثافة شديدة جدا في جومسكير 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 وبعدين فجأة عايزين بقى نحل لغز اللعنة اللي احنا امامها دي فبننسى الرعب تماما لمدة يجي نص ساعة خمسة واربعين دقيقة وزي ما يكون المخرج نفسه عارف عارف يا مهر واحنا بنقدت على قد امكانياتنا بتاعت القدت التعبانة يعني لما نيجي نعمل تايم لاين وبعدين نحط صورة وبعدين نقدت 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 نلاقي عدة كتير من غير صورة فنقولك لا لا انا محتاجة احط صورة هنا فراح جاي في نص الفيلم ورامي جومسكير كده وخلاص لو انا بقى لي كتير ما خضتش الناس ما اجي اخدهم هنا آآ النهاية حلوة بس انا كنت في مفترق طرق معاها انها ممكن تقودني لاني اختم الفيلم ده ختم جيد او اني اماهد لامكانيات جزء تاني وطبعا اداة الحل باللي احنا عارفينها دفعت الفيلم لان هما يختاروا الاتجاه التاني انه يبقى فيه احتمالية للمستقبل الكاستنج بتاع الفيلم رائع اختيار الممثلين رائع لكن مش كلهم اداءهم حلوة في مشاهد فيها تفضية نفس او انفعلات زي ده او كلام زي ده كلهم اتكشفوا فيها فيها على مستوى التمثيل مش حلوين خالص بس في اتنين كاستنج شويس هايلين البطلة آآ بتنتمي لنفس المدرسة بتاعة ليلي تيلر وجينيفر جيسون لي اللي هاية الممثلات اللي اول ما تشوف لما تشوفهم كده فالكاستنج شويس هايل بس هاية مش ممثلة جامدة قوي والمحقق اللي هو كان البويفرين بتاعها في الاول ده ده من ساعة لما ظهر على الشاشة وانا منستني الرعب اللي حييجي من ان انا نشوفه بيبتسم والضحية الاولى الضحية الاولى هي اللي بعتلي الفيلم صحيح ضحية الاولى البنت هي اللي بعتلي الفيلم ايوة يعني انا هادي هي بعتلي الفيلم يعني صرت مرة انه ليه كده وليه كده وفقلا فقلا بعت فيلم هذا الفرج عن الضحية الاخرين او او كل الجوانب الاخرى اللي مفوضة نتجيب لنا الرعب كانت بعيدة كل البعد عن هذا الجانب بالنسبة لي بس الشاهد يا محمود فيلم حامل كويس درجة تصدر البوكس اوفيس عالميا منطقي في مسم الهالوين دايما حتلاقي حاجة من دي هذا واحد واثنين يعني لو ناسه الرعب لو ناسه ترى لا نستقل بعدد الناس الكثير اللي حبوا الرعب عدد كبير يعني ما هو قليل ابدا والفيلم دا شايف انه انا كنت في السينما والناس والله شايف كيف الله زمان عن اه اللي مسكت معاي زمان عن فيلم كده ما اقدر احكم انا ابغالي اكلم محمد فريد حرف عليه سماعة حبيبنا من البحرين محمد متخصصة في لا مرعب اباسأل وهو عمل مراجعة صدق ما شفتها ابغالي اشوفت مراجعة محمد فريد لفيلم سمايل ابغاشوف انه مرة متخصص في الرعب وعنده اراء يعني فيها بغاشوف عجبه وللأ حيفرج معايا معارفة رعب لعلمك انه لما ابتريت القناة ما كنتش من محبي الافلام الرعب اوي بس انا بقالي اربع او خمس سنين مهتم جدا بالافلام الرعب وموسم الهالوين وبقدر جدا الافكار الجديدة في الموضوع عشان كده عجبني اوي اللي بتعمل السنة اللي فاتت في ماليجننت لو انا في مش فاكر السنة في كل قبلها كانت فكرة هيلة ومجنونة وفيها مخطرة كبيرة كملت الفيلم وفعلا جماعة اللي سوا زي ووقف الفيلم بعشرين دقيقة ما قلومك بس انا استمعت كلام العمدة وكملت فكرة جديدة 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 فيعني ممكن لو تطلع وتوصيب الى الان ما تكلمنا على فيلم مرة يحمس يمكن الفيلم ده هو اللي يحب الرعب يشوف من الى جناب فاحل افتتحية مش وحشة لموسم الرعب بس الفيلم كان عنده امكانيات كتير اوي وهو اهضر معظمها بالاضافة لان السي جي اي مهزلة مهزلة في النهاية في لقطتين السي جي اي بتاعهم مهزلة بكل تأكيد ايش اللي ساير في السي جي اي محمود في حاجة احس انه تقدمنا مرة كتير وفجأة بدأت الاستوديوهات استوعب ان التقنية مكلفة فهدوهدو اللعب بس هدو اللعب ارجع الورا عادي لانه هو ما اقول احنا وصلنا من تقنية متقدمة في كل شي فجأة الاقي افلام سوبر موبيز رجعت ورا هاوس الفي دراجون ولا غيم وثرونس انا بالنسبالي قد اصي جي اي رجع ورا ففي حاجات كثيرة بترجع ورا التفسير الوحيد هو فلوس انه مع اللي ساير في العالم ومع خروجها من كورونا والتعويضات وبلا بلا 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 بيخلوها آخر شيء بس المشكلة أنهم ما بيحطوا في بالهم إحنا عيننا ويلفت على الأفضل ساعة عين عامل مهم إحنا بقينا بنشوف دوت كويس بالذات أن إحنا مرينا بشوية تجارب لناس قدمت practical effects مش visual effects مش computer effects قدموا effects آه طبعا بس اكتهدوا فيها قوي 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 على المستوى التطبيق مش مجرد أنوا حطوا الناس قدام green screen وخلاص عملوا props عملوا حاجات فالدنيا لما تشوف النظافة ترجع بعد كده للـ artificial أو للصبح قوي وتلاقي نفسك شايف أن فيه مشكلة وطبعا الناس بتسترخص دلوقتي وده موضوع بشع جدا جدا وده على فكرة مدخل أمعرفش إذا كان ملائم ولا مش ملائم لاختيار واحد من الفيلمين اللي جايين اللي هنتكلم فيهم لأن واحد فيهم CGI قوي وده جانب من الجوانب بتاعته وواحد فيهم practical قوي وده جانب من الجوانب بتاعته بص انت اختار إحنا إيه ما حنتكلم في أثينا يا حنتكلم في triple R خلي R آخر واحد طعم خلينا نتكلم في أثينا أثينا أنا يعني كان ممكن أنه يغيب عني تماما ولا أعرف عنه أي شيء لو مو محمود في صباح الجمعة أظن أو ليلة الخميس قال لي ترى فيه فيلم كويس ونصف تتكلم عنه شوفوا ما كان فيه له إعلانات ولا حتى نتفليكس يعني اتكلمت عن الفيلم مع أنه بيتكلم على نوعا ما يعني بيجيبوا قصص لشخصيات فرنسيين من أصول عربية جزائرية والكاستين كله رايح للشي دا أول حاجة أول حاجة برافو 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 لفريق التصوير للسينماتوغرافر الرائع للمخرج اللي أعطاهم الفرصة الكاملة إنه يعيشني وسط الناس دي عارف؟ يعني أنا لو ما لو ما همني أي واحد فيهم لو ما همني قضيتهم لو أنا إنسان يعني جدا شايف حالي وشايف نفسي وما همني أحد في الكون الفيلم دا يدخلك جوة الأحاسيس دي بأقصى طريقة ممكنة تصويريا وهذا الفيلم تذكير إضافي إنه العوامل التصويرية وإنه الفيلم مو بس قائم على قصة وعلى تمثيل وحاجة النقطة هذي بعد شوية بس كثير عوامل ممكن ما بنلاحظها أحيانا إنه الكاميرا ثابتة بتروح بتلعب العامل النفسي من بعيد لبعيد بشكل خجلان شوية لكن ده الفيلم أول فيلم من 1917 يحسسني بمعنى الكاميرا صح وكيف إنه الكاميرا بطل من أبطال الفيلم وليست مجرد أداة للتصوير فبرافو برافو 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 أنا تعبت وأنا عدت كم لقطة طويلة كانت في الفيلم أنا تعبت أنا أدادت خمسة وقفت بعد خمس دقيقة من الفيلم رجعت من الأول وأنا مش مصدق إن كل اللي اتفربت عليه ده تيك واحدة المطبيعي والاستخدامات الكاميرا يا مان كاميرات الثابتة كاميرات المتحركة درون كله مع بعض كيف أنا سحر ده أنا مستني ينزلوا فيديو وثائقي عن كيفية التصوير وهذا ماستر كلاس الفيلم ده عبارة ينفع ينعمل منه ماستر كلاس أو ورشة عمل تدرب الناس على كيفية التصوير مطبيعي يا جماعة يعني إحنا بنشوف يعني إحنا كمان شوية إحنا نتكلم على والحلقة السادسة السادسة اتهيقلي في بدايتها فيه لونج تيك عظيمة بكل تأكيد وبنتكلم على التعقدات بتاعتها في أن إزاي تتبع واحدة خارجة من قودتها وطلعت كامس اللي ما ودخلت قودة تاني في بداية فيلم أثينا للي ما شافهوش بنبتدي في مكان وبناخد طريق بنمشي طريق طويل لمكان تاني وفي المكان الأولاني ده فيه حاجات بتحصل وفي المكان التاني ده فيه حاجات بتحصل وعدد كبير من الشخصيات بتتقدم والإكسبوزيشن بتاعت الأحداث كلها بتطرح في تيك واحدة بنركب عربية يا جماعة يا جماعة بنركب عربية وبنروح مشوار أنا مش قادرة صدق اللي حصل في بداية قتل ما الدباب الدباب الموتوسايكل الدباب يا له متى ركب متى ركب ومتى ماشي وراء الكاميرا زبدة زبدة المباطع ماشية وراء بعض بشكل مطبيع أنا كنت بتفرج مع مرتي سرخت بقولها دفيق زاستموا لطوفة ضربوا يعني إيه يعني إيه يعني فينا استحلقت فعلا أنا مش تانديت عملت إزاي يا رهيب الفيلم على مستوى القصة يا جماعة أحداث بسيطة جدا حادثة عنف في فرنسا بيروح ضحياتها ولد صغير على يد البوليس على ما يبدو والولد الصغير ده ليه ثلاث إخوات أخ منهم مجند في الجيش وبطل واخد مدليات واخد حاجات زي كده وبيقبل إن البوليس يتحكم في الموضوع وإن الشرطة حتحقق وحيطلعه مين المسؤول والكلام ده كله وولد تاني ثائر جدا يبدو إنه كان الأقرب للولد اللي تقتل وده بيقرر إنه هو زي ما يقوله كده ويعلن العسيان بالمنطقة اللي هما سكنين فيها ضحية اسمها أتينا وهو ده السر في التسمية وليه نعكاس على التجربة السماعية تاعت الفيلم والتجربة السماعية تاعت الفيلم موال تاني أنا عارف إن الفيلم يا جماعة مليان ماهر عايز تكلم في القصة وعايز تكلم في الشخصيات وخايف وسط الكلام ننسى الموسيقى التصويرية لإن إحنا بنعدي بنعدي على خلفية موسيقية أوبرالية يونانية للتعبير عن إن الأحداث بتاعتنا بتدور في مكان اسمه أتينا وداخل المكان اللي بيعلن العسيان اللي تحت قيادة الأخ كريم ده بيعود الأخ التاني عبدل والأخ الآخر اللي موجود هناك اللي عنده علاقة مع الناس بتوع الشرطة لأنه هو أصلا تجر مخدرات اسمه مختر وبنعيش في ديناميكية العسيان الصغير اللي هو عمله أو العنف المسلح اللي هو عمله بإن ما فيش اقتحام لهذا المكان وهم ليهم خطط عايزين يوصلوا لها وأمور زي دي عدد اللونغ تيكس مش طبيعي أول لونغ تيكس في الفيلم أنا حسبتها عشر دقايق عشر دقايق زي ما بنقول يا جماعة فيها رايد نحن طلعنا على الطريق وخرجنا من على الطريق في وسط الموضوع تلاقي واحد فجأة لابس ركب حصان ومسك علامة جزار أنا مش مصدق التجربة اللي احنا عدنا بيها الكولرينج التجربة تجربة تزوق الألوان بتاعت الشاشة لأن عدد أو سلاح مهم في يد الناس بتوعنا السواريخ والسواريخ دي بتطلع حاجات ملونة زي الفار اتعامل عليها شغل من أبدع ما يمكن أنا شايف أن أثينا بالراحة قوي يعني أحلى فيلم الشهردة وبكل تأكيد أنا في تأديره شخصي أعتقد أنه هيفرش في أفضل عشر أفلام معي السنة أنا بالنسبة لي جليل أفلام اللي أنا أكون متأكد أني ما هنساها تمر علي الأفلام كتير وندي تمانيات وندي سبعات وندي يمين في شمال ونتكلم عنها بس ممكن بعد فترة لو أحد قالك يشوف فيلم ما يجي على بالك أول حاج فيلم أثينا حيكون من الأفلام اللي دائما في أي نقاش سينمائي في أي نقاش عن التصوير على أهمية السينماتوغرفي عن كل الكلام اللي قاله محمود أثينا حيكون من واحد من الأمثلة هذه بنفس الوقت أنا عندي رأي وحاب أني أقوله بطريقة نفسي أوصل للفكرة بس ما أنا عارف كيف ساعدني يا محمود الفيلم يتبني دائما على قصة وعلى تمثيل وعلى إخراج وعلى 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 الإخراج تكلمني أنه ولا أحلى الموسيقى ولا أحلى التصوير ولا أحلى أبركز على حاجتين مهمة كمان التمثيل والحوار والقصة ككل القصة أشبه بمشهد واحد كأنه كل ده مشهد واحد كأنه مشهد طويل جدا يعني القصة ما هي معقدة ما فيها جوانب كثير حتى الفترة الزمنية يمكن أقل من يوم ساعات الفيلم ابتدى مثلا الأحداث قرب العصرية كده وخلص تاني يوم الصبح بس ده هو بالضبط وفي أفلام كثير يعني منها في فيلم مصري أعرفه النور الشريف إلا الآن فاكره اللي كان بسوق تكسي أو شيء كل ليلة ساخنة أيو ففي أفلام كثير تطرقت لموضوع ليلة ساخنة في كثير أفلام تطرقت لموضوع أنه أنت تأخذ فترة زمنية بسيطة بس فيها أحداث كثير مجنونة هذا نفس الشيء اللي فرق هنا بقى الأداء والتمثيل أقرب لأداء مسرحي وبيدينا فكرة من أنه يكون أداء فيلم وديالوج وحوارات وتطلع منها بأفكار أبدا الحوارات بسيطة جدا الحوارات أحيانا تميل إلى مجرد أنه ترمي كلمة وعشان هو يماشي بس بيرمي كلام بترمي كلمة طب حاول الشخص اللي قدامك أنت سألته عن حاجة ولا بغيره عليك عن حاجة لا هو ماشي أصلا الدنيا كلها مكركبة بيرمي كلام بيرمي 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 المواجهات القوية أقوى مواجهات في الفيلم تستير بين الأخوان هذه أقوى هي بس الشيء الوحيد واللي هي فيها صار حوار وبرضو الحوار أبعث من المشهد كان بالنسبة لي للأخوان الثلاثة كلهم متوقع جدا يعني احنا قلنا ثلاثة أخوان عندنا واحد شرطة والتاني هو الثائر والثالث هو المجرم لو قعدت بينك وبين نفسك تقول الله كيف ممكن الثلاثة دول يفكروا نفس الشي داللي صار نفسه كيف داللي معصب هو صغير في السلم وشايف حاجة كيف العقلاني اللي هو في الشرطة كيف ممكن يهدي الأمور ويهدي الناس اللي في الحي معاهم وكيف المجرم اللي ما همه إلا نفسه ممكن إيش إنه يتصرف دي الثلاثة الأشياء ما كفية أي تعقيدات أبدا 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 والحوار كان من أبسط من أبسط ما يكون لكن عندنا قيضة عادة أن الحوار بيقدمنا لتمثيل هنا من عغياب الحوار التمثيل كان طاغي خصوصا من الولد داللي يسموه كريم أنا حسيت بقلم الولد حسيت قد أين وفعلا مفتقد وعارف مو الجنالي لمجرد الجنون لا هو جنون بس بيفكر استراتيجيست على على مستوى ده في النص رسم خطة من أعظم ما يمكن من أعظم ما يكون من أعظم ما يكون فأنا كل التعقيدات دي تخلي فيلم مستحيلة نسي تخليني مستحيلة كيف ممكن تقدم فيلم بقصة بسيطة جدا بحوارات أقرب للسطحية نوعا ما لأنه ما فيها شيء عميق جدا بس التمثيل الصادق اللي يوصل لك فعلا تحس أنه فيه حاجة حقيقية تحس الناس اللي بيتمثل جاية وحطة في بالها معاناة المستغربين اللي عايشين في فرنسا مثلا هو ما يفكر في القصة دي بس وبيعطيك معاناة ناس كثر عايشين في فرنسا من المغرب العربي ولا غيره وبيمثل الناس دي في الفيلم بعيدا عن الحوار بعيدا عن شيء تشوفه بعيونه رشفت يده كل هذه الأمور لكن أرجع وأقول القصة كانت بسيطة وملائما للهاء أحدر الحوار بس لو اشتغلوا عليه تكا فيلم داكرا هيكون أسطوري بمعنى الكلمة أنا يمكن ما عنديش تحفظ على الحوار رغم أن أنا مش مختلف معك في وصفه هو بس في نقطة تفسير ما إذا كانت دي مشكلة أو تقريب أكتر للواقعية لأن فعلا دول مش مفروض أنهما يبقوا عندهم قدرة أن هما يقيموا حوارات معقدة أوي أنا الحقيقة أعتراضي على النهاية أنا مشكلتي مع إحنا بنتكلم على فيلم بيتعامل بوليتيكل أو بوليتيكل والرسالة بتاعتها دايريكت وما بتتعاملش مع المشاكل اللي أنت زرعتها جوه كل أحداث الفيلم يعني أنت زرعت المشكلة وحطت فيها تأمولات من أخطر ما يومك ما بين الناس دول اللي يعتبر الإحباط والتعصف والقمع اللي بيتعرضوله بشكل مستمر جعلهم قنبلة موقوطة أمام جهاز ما بيقومش بدوره بالشكل الأمثل ومش قادر يتواصل بالشكل المناسب وفي الآخر ما حملتش المسئولية لحد أنت قدمت رسالة تحذير بشكل أو بآخر وما دخلتش دماغي قوي يعني أنا حسيت أن أنت في الأجواء العبتية قوي اللي إحنا شفتناها في وسط الفيلم كنت المفروض تتبنى العبتية دا لحد النهاية ما تجيش في الآخر تقول اللي هي إيه صرخة في وجه المجتمع وخدوا بالك ومعرفش وكم من الممكن وكم من الممكن طب يعني أنا ما بغير أحرك بس كم من الممكن يخلينا بعلامة تستفهام كان ممكن يورينا مشاهد تشككنا ويسيبنا أنا كنت شايف كده يعني كان أفضل من أنه يعطيني الجواب التأكيدي كان ممكن تطلع صور تطلع حاجات يخلينا يقول أوه أوه لا ممكن فأنت كمشاهد تبتدي تشغل مخك وتقول دي الأخطار اللي موجودة في أي مجتمع في الدنيا وخلصنا على كده مع التقلق الشديد لشخصيات الإخوات وكلهم جيدين مع برافو كبيرة أوي الكريم هو الأبدع بكل تأكيد بس شخصياتي المفضلة في الفيلم سباستيان أي أي ده جوكر يا دود ده عايش بيتقدم في أول الفيلم تتخيل أنه هو تمثيل للبراءة وبعد كده تكتشف أنه هو من قموا لموقوتة فعلا سفير فوضى سفير فوضى على أعلى مستوى المشهد اللي عمل فيه حاجة كده وبعدين راح رايح بدل ما يشوف الحاجة راح صاحب الكنية من فوق قعد يشرب منها أنا مش ممكن أنا حبيت الولد وشايف وشايف كان فيه فرصة للأم أنها تبدأ أكتر ما تدوها درو أنا مش أفهم مش مقودة حتى كلامها مع أولادها كان خفيف لا حتى كلامها مع أولادها كان يعني مو بهول الموقف مصبوط مش بهول الموقف نرجع منه ثانية ترى هذا انتقاد من محبة للفيلم بشكل كبير جدا صحب ويمكن لو التفتوا لهذه الأمور ماكي طلعت الجمالية هذه وهذا اللي أنا قلته من البداية الفيلم ده البطل فيه التصوير البطل فيه السينماتوغروفي البطل فيه كيف تعيشنا واقع مستحيل يعني وإن شاء الله الله لا يعيشنا ياه الله لا يعيشنا أي شغب ولا فوضى ولا نعيش وسطه فهذا أقرب شيء للحقيقة اللي دخلينا نقول يا رب ما نعيش دالشيء ونكون ضده دائما بس فعلا كانت تجربة مثرية مثرية بصريا لأبعد درجة وعاوز عاوز نلفت نظرنا إحنا نفسنا كمراجعين وكناس بتصنع محتوى بتشرح الأفلام لناس أو بترجح أفلام للناس والناس نفسها وهي بتتفرج وبتدور على حاجة تتفرج عليها إن احنا نشوف الإيجابية بتاعت أفلام بلا أبطال بأسماء كبيرة لأنه هما دول اللي بيبقوا دا طيعة أكتر في يد المخرج إنه يعمل بيهم اللي هو عاوزه فدول فعلا الناس عايزة تثبت نفسها وعايزة تتواجد في فرصة زيدي فأرجع للترمي اللي دايما بيقوله بيهينوا نفسهم فيلم زي أتينا دوت لو كنت حاطت في مقدمته أربع ممثلين أو ثلاثة ممثلين بيومثلوا الإخوات من الحجم الكبير عمرهم ما كانوا هيقدموا على التحديات للممثلين دول عملك وده بيحصل في العالم العربي عندنا على مستوى الأفلام المستقلة الأوليالة شوية أو الأفلام متوسطة الإنتاج أخي تالت معا أنا هادي فتحت عيني على شغلة إنه أنا غير ضليع أنا غير ضليع أصلا في السينما الأوروبية بشكل عام بس ملمبي كثير من الأعمال الأوروبية وعلى أقل سنويا عمل عملين كده يعملوا صجة ونرجع نتفرج عليهم بس أقلهم الفرنسية بالذات في آخر عشر سنين أفلام فرنسية الحلوة كلها اللي أنا ممكن تابعتها سبعينات تسعينات لكن آخر عشرين سنة ما كان فيه أعمال فرنسية كثيرة هذا واحد اثنين اختيار المخرج رهيب الأبطال اللي اختارهم يعني نجاهم عندي فضول هدول عندهم أعمال ثانية ولا ما عندهم أعمال ثانية طبعا مش هنعرف أو المحتاج لنا بحث قوي علشان نعرف لأننا فعلا ما عندناش معلومات كافية بسوء الفرنس لو ما عندهم أعمال ثانية معناها ألف بالمئة برافو للمخرج قد إيه معربة المخرج بالإخوة المغاربة والمغرب العربي اللي عايش في فرنسا وقد إيه مولنبا أوضاعهم هل هو فعلا فرنسي فرنسي وقدر يجيب الداتا دي حتكون أحلى وأحلى ولو كان من مثلا من وصول جزائرية مثلا أو شي أو مولنبا دا العالم برضو برافو نقدر تنقل للمعاناة فكل ما تروح لها مكان بتصفك كل ما تروح لمكان وبتحاول توصل كيف طلع دا الفيلم بتوصل لصفكة في الأخير وده وده يلفت نظامنا للمهرجانات دود إحنا لازم نروح لازم نروح والله أنا الكام تجربة لنا مرهب أحنا اتفقنا اتفقنا وبعدين مرهب بسنتين كورونا أنا الكام مرة اللي أخط فيهم تجرب المهرجانات الخارجية لهم مرة تين برلين مرة فيزيكلي مرة أونلاين والكم مرة بتوع دبي والكم مرة بتوع الجونة ودول ده ولا حاجة ولا حاجة أنا مرحتش كان ولا مرة مرحتش فينس ولا مرة у مرحتش الحاجات دا ولا مرة وكمية الأفلام الحلوة اللي شفتها في الحاجات دا ورجعت بحكي فيها على الناس للناس وأقول لهم ترقبوا الأفلام دا أول ما تظهر لازم تشوفوها والحضر النهاردة الأفام دي ما ظهرتش ليه؟ لأنها مش من بطولة نجوم ولأنها ما كسبتش جوائز فيلم أثينا دو هتحظل أحد بس إنه من توزيع ناتفلكس مش أكثر من كده لكن أنا تهايلي هو راح فينس أنا لو فاكر صاحب مهرجان اللي هو نفس فيه كان فينس أو لو مهرجان آخر حضت على الشاشة وما كسبش حاجة فما حدش هيفتكره لو ما دخلش في الأوسكار بعد كده أولا حدك أبحاد رجول شوف للمهرجان شوف للمهرجان وشوف للفلم اللي بس وعلى فكرة في صمعة أفلام المهرجانات دي موجودة أنا مش هنكرها الأفلام الفنية بزيادة المعقدة بس الأغلبية بغد والله وأنا أقصدها للأغلبية مش هول الأغلبية العظم بس الأغلبية أفلام عدي أفلام القصة هي البطل بتاعها والأداء هو البطل بتاعها ندرس الموضوع وننجلنا مكان للأماكن دي ونعمل منها محتوى نصور وإحنا هناك ونشوفها الأفلام وإحنا هناك ونعمل بلوغ أحصاد الشهر بلوغ هاي سير هو داك هو داك يلا اللي بعده اللي بعده ندخل في الخناء أماهر جاهزت الخناء والله يا مان أنا مرة مبسوط بحاجة مرة مرة مبسوط أنه أنت جايب بعكس الرأي لأنه حتمثل الشريحتين اللي انقسموا فيها العالم العالم الفيلم ده انقسموا عليه العالم ونصين وأنا شفت الشي ده في المراجعة اللي أنا عملتها ومن الرسائل الشكر والإمتنان ومن الرسائل الكره والشتمان اللي ممكن بتجي من كل الناس فهذه يعني حلو جدا أنه أنا وإنت كمان ما جينا على خط واحد عشان ما نبان أنه إحنا شايفين حاجة الناس اللي الثانية ما يشايفها كل واحد الآن بيمثل وجهة نظر صحيحة صحيحة مليون في المية في ناس شافت حاجاته وقررت تشوف الجانب الإيجابي منها وفي ناس سلبية إذا حضرتك شافت الشيء ورعت للجانب السلبي السلبي منها أنا عملت مراجعة كاملة في القناة فما أتكلم أبغى أسمع منك وعطيني التجربة بالكامل وكل الأشياء السيئة وإذا في شيء إيجابي أذكره وحطي بالك كمان أنه أنا حتى بعد ما نزلت الحلقة في أكتر من كريس أظن نزل حلقة بعدي على الفيلم وأكتر من محل وفجأة صارت القنوات الأمريكية تتكلم على الفيلم فهو عمل زوبعة في العالم مو بالشيك بسيط فقل لي من رأيك أو شدينا رأيك وليه سوى كده إذا أنت كنت ضد طيب هو أولا أنا كنت بسابق الزمن قبل الحلقة دي أنه أنا أتفرج على كل الحاجات اللي فيتاني اللي هي فيلم سمايل فيلم آتنا أخلص مسلسل دامر اللي هنتكلم عنه كمان شوي وأتفرج على فيلم تريبل أر وفيلم تريبل أر ما عرفتين شوفه غير مبارح ابتديت أشوفه الساعة 2 الصبح وخلصت الساعة 5 صباحا فأنا عندي لك نصيحة واحدة بس قبل ما بتدي أقول رأي نصيحة واحدة رن بس لست كمان شايف لي الساعة 2 في الليل وتقول لي مدرئي وشكلك مانمت كويس وشيحان أنا مش نايم خالص وصحيته صبحي بدري عشان أخوش سمايل ومعاكنن عليك ومعاكنن عليك البيت معاكنن عليك بس أنت قبل كده يا ماهر بص للأمانة أنت قبل كده كنت بتقعدني القعدة دي وتعسفني التعسيفة دي على حاجات أقول منها مبسوط أقول الرجل بعمل فيها معروف المرة دي لأ أنت لبستني مقلب أنا فاكرت شاندلر لما أخذ بقيت الناس عشان يفرجوا مع المسرحية وأول لما بدأت سابهم وطلع يجري أنا افتكرتك ده اللي أنت عملته فيه أولا المراجعة بتاعتك دقيقة على فكرة يعني الاختلافات اللي معايا فيها على التقاصيل قليلة جدا المهم في النهاية النتيجة عاملة إزاي يعني أنت انت قطت السي جي آي في محله المبلغات أكيد يعني فيلم هندي فيلم هندي يا جماعة ماهر آيل في المراجعة بتاعتك هندي تيبيكل مش هندي ميزور جديد وأسمع لها تيبيكل المشاهدة مش هتكلم فيها مش هتكلم فيها الميلو دراماتيك بيرفورمانسز المدمية للقلوب الصدف الكتير اللي بتتحكم في الحبكة والتحولات بتاعتها كل حاجة احنا عوزنا والتطويل الشديد جدا الفيلم مش محتاج الوقت ده كله عشان يتحكي يعني خالص بس في النهاية ماهر قال إنه هو شاف الجمالية في هذا الموضوع اللي مش غالي ولكن المختلف والملون والمتنوع والإكسترافاجاند والأوفردطب والكلام ده كله أنا شفت نفس الأمور دي ما شفتش فيها أي جماليات على الإطلاق أنا شفت فيها أنا شفت فيها استسهال وشفت فيها سازاجات وشفت فيها محاولة دفع بالعفية لقراء واضحة ما شفتش أنا شفت كترة تعرض لمحتوى زي ده مش كويس يا جماعة أنا أبدا كنت والله في تقديم الشخصي البوليود للسينما بالنسبالي هي الـ WWE للرياضة اللي هي حاجة حاجة كلها تمثيل مش حقيقية ما فيهاش أي قيمة فنية ما فيهاش أي إضافة من أي نوع أنا بتكلم على بوليود ما بتكلمش على السينما الهندية السينما الهندية فيها إنتاجات أسمع ما شفتش بس أسمع إن هما عندهم حاجات محترمة جدا على المستوى الدرامي وعلى المستوى الفني وعلى المستوى الكلام ده كله وهي فيها أغاني وفيها الكلام ده كله بس أنا بتكلم على السينما الهندية قدتوا جرية لأيه بوليود توليود توليود بالتي ده إيه توليود دي كمان في عندك توليود اللي هو الجنوب الهندي هذه المعلومات عرفتها بعد ما عملت الفيلم ينهر سورة إنه فيه الجنوب الهندي طمعتهم فينا حيخشوا علينا التلاتة أربعة ده أنا كنت فاكرهم واحد لا لا فيه مجموعة أفلام باين وكلهم قالوا مدام عجبك أرر أرر شوف وشوف وشوف ترى لهم جمهورهم كمل 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 أبتدي منين أول حاجة في الدنيا بص الممتع في الفيلم علشان ما يبقاش كلامين كله سلبي بشكل مطلق فيه حاجتين مش حنكر ده أولا الأغناء فيه استعراض في نص الفيلم جميل بشكل مستقل فكرة إن الحدث اللي احنا جواه يطلق هذا الاستعراض فده شكل من أشكال العبث والعبث هو الفيلم عبث في عبث أصلا هو ما فيه اللي عبث في الفيلم بس اللي استعراض نفسه اللي عارفين لو تسحب كده لوحده وتحط على قناة مزيكة يا خبر أبيض على الروعة يا خبر أبيض على الكوريوجرف والمزيكة الجميلة والمجميع وطريق التحرقهم والحاجة الهندي اللي احنا عارفينها اللي هما بيتميزوا فيها من سنة سبعين ده موضوع مش النهاردة يعني إرجع تفرج على أفلام وميتون شكريورتي سنة ثمانين وسنة السبعين نفس المستوى بتاع الاستعراضات بنفس السكيل بنفس الكلام ده كله والحاجة التانية الممتعة إنك تدرك إنك بتتفرج على تجربة بهذه الدرجة من السطحية ولا هيافة فتقعد بتتاريق عليها وتضحك كمية السف اللي ممكن يطلع بالمشاهدة تازل فلم وده اللي أنا استمتعت بي أنا وامراتي وحنا بنتفرج اسم البطل بهين ده اي احنا طلعنا عليها أربعين فيه وحنا عاديين بنتفرج مشاهد الأكشن بطريقة بتاعت كل شوية نقول لا لا المشاهد ده مبالغ شوية واحد فينا تهرب منه كلمة يعني أنا وامرات فروح بسلها وهي تروح بسلها حقيقي هو ده اللي فصلك يعني هو ده المشكلة اللي أمامك والصفاقة بتاعت المخرج جماهر ده مخرج سافل ده في أول الفيلم في أول الفيلم حاطت تحذير بيقول أحب أوضح لسا ده المشاهدين أن كل الحيوانات اللي تم استخدامها في الفيلم دوت لم تيتم إذاءها دي كلها منتجات كمبيوتر ومنتجات خدع مش عارف إيه ولا نمر وقالهم بالإسم ولا نمر ولا زئب ولا دب ولا سمت وانا بتفرج وحيتهمك يعني هو أنا كان ممكن أتخدع اللي هو نتصور أن إحنا جايين من سنة كام يابني أنا هشوف النمر اللي أنت عامله ده وقول يا خبر ربي ده بقى إيه الجرافيكس ديالة إيه على الجرافيكس ديالة أنا مبسط أن أنت خدت لي حق أن الـ CGI مهزلة طيب خد أنا أشوف بكل أمانة أنا هاخد جولة تانية بس أقول أنا 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 بكل أمانة عشان الناس اللي ما شافت المراجعة حاجتي وحبة من هنا تخرج وكون عندها فضول خلي الفضول موجود وأتفرج وخلي عندك رأي يا تسب زي ما بيعمل محمود في التجربة كلها يا على الأقل حتشوف الجمالي بلا أنا شفتها واحد من بداية الفيلم يا محمود من أول دقائق الفيلم قل لك أنا مبالغات ألف مو واحد مو اثنين في المية ألف ألف أعرف اللي ممكن تكفل هنا يعني هو كان صادق معاك أنه أنت ممكن تكفل هنا تمام؟ لو جينا على كيرا والجن واللي شفناه من كم يوم واللي أنا قعت مع أحمد مراد وانتقدت النقطة دي قدامه واللي اتتفقت معايا على نص النقطة هذه أنه الفيلم كان درامي وحلو وكله فجأة الأكشن سار مبالغة خرجنا من جو الفيلم فسار مو ماشي مع الدراما والسياقة اللي اديتني إياه صح أكشن أكشن بمبالغات جدا اللي قاله برامبو صح ولا لا لكن ده الفيلم لأ من أول مشهد قل لك ترى أنا من عالم مختلف أنت حتتفرج على كذب حتتفرج على جنون حتتفرج على خيال سمي التسمية اللي بتقولها تمام؟ هذا رقم واحد رقم اثنين بالنسبة لي وهذا اللي قلته في المراجعة أنا لو قلت أن دول الاثنين ما هم بشر عاديين ونتخيل أن هم كابتن أمريكا وهولك مثلا والله العظيم الخيال اللي حطوه في طريقة تنفيذ الأكشن إنه رائع إيش اللي بوتر سايكل جاي عليه ولا دباب يتلبطه برجوله ويمسكه ويرميه يمان فين شوفنا الحاجات دي ولا حتى كابتن أمريكا ولا أفلام مارفل ما وصل بالخيال دا يا محمود احنا مش مفروض نشوف لا احنا الغايف دلوقتي عاملين حاكم كابتن أمريكا ساعة لما نطر الرجل من على الموتوسيكل ولفه وركبه من ناحية تانية وقلنا دا صباح الموضوع بلغات معليش معليش أنا لو بتابع لليه أتفرج فيلام سوبر هيروز أنا أمسكيبينج وبأهرب من الواقع بأروح إلى الخيال اللي خليني أصدق إنه عن كابوتا جرست سبايدر مان وصار عمل دا كله من القرصة بسيطة يخليني أصدق أي حاجة لنخرجنا من العالم الواقعي خلاص فأنا بالنسبة لي لعبها صح من أول مشهد يا رجل ما سابني شوية حزنة ومدرقة من أول مشهد دوبها البنتة لمدرقة السر لها على طول بعدها شوفنا دا العسكري اللي هجت جيش هجت الشعب كلهم بنطة واحدة صراحة أنا هذا اللي أشتريتهم من البداية يا تشتري يا ما تشتري والخيال بالنسبة لي كان جدا 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 رائع فوق دا كله أعطاني قصة بسيطة جدا بس الأداء الدرامي المسني هذه ما أقدر أحكم فيها كل إنسان حسب مدى قصوة قلبه وإنت قلبك شكله قاسي جدا يا قاسي أنا ألا أعليك الله أنا ألا أعليك لو تأصرت بالكلام با والله يا ما شو حق التالي هو أعب الزناد وشد الزناد وأرمل هادي ما أنا بالنسبة لي من أجمل المشاهد اللي مرت عليها وحفتكرها دايما وطريقة الفورشادوين كيف استخدمها في الأخير في عزة الأحداث كيف كانت مرفوعة على رغم إنها مبتللة جدا بس كرة رائعة أنا جاءت أصفك أصفك هو فيلم دا يا تشبك معا من بدري يا لأ هي كده أنا موافق مع دي ومش الفيلم دا بالتحديد هي إنتاجات بوليود كلها من هذه النظرية يا إما أنت برو كلام دوت يا إما لأ بس وإنت برو الكلام دا كله أنا عندي سؤال عشان بس أبقى منطمن عليك قبل بسيبك هناك لأن أنا مش حاجة معاك هناك أنا حسيبك هناك وامشي أنت فاهم أنك بتتفرج على حاجة سيئة صح؟ أه بس مستمتع خلاص أنا متطمن عليك حلو يعني أنت 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 تتفرج على حاجة سيئة أنت تتفرج على حاجة سيئة حلو أسيبك هناك وأنا متطمن عليك ما عندي شئ المشكلة لكن أنا في ناس كلمت معها على الكلام دا لقيتها عندها استعداد عندها الجرء عندها مش عايزة أشتلم إنها عايزة تتكلم في الموضوع دوت انتليكتشولي إن الكلام دوت شوف 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 أنا بكل أمانة كل أمانة فيلم دا لو شفته من عشرة سنين مثلا يمكن كنت حكم في صف في صف الفريق المضاد تمام بس أنا لدي عشرة سنين عندي تعطش كبير لأفلام أكشن حلوة لأفلام أكشن ليه توب جون مافريك عجبنا السنة دي ترى مو صدفة ترى مو ترى فيلم توب جون مافريك ما في شي ترى ما في حاجة عظيمة ترى بس التعطش اللي احنا عايشينه محمود احنا متعطشين طفشنا من أمه الأجندات طفشنا من أمه الرخصة اللي ساره هوليد رايحين فيه في تنفيذ المشاهن والجريم سكرين اللي سار بيطلع من عيننا هذا فيله جريم سكرين برضو بس لما تكون باعة باعة من بدري وداخل في خيال بالطريقة دي هتعيش معاو شي مختلف يا أخي شوية جدد صراحة هنكون متعطش للتشديد والله أنا معاك جدا في فكرة ان احنا نفتح الباب اللي مش أمريكاني واللي مش عربي ولو انه والله احنا حتى في العربي مؤثرين احنا في العربي كل نتفرج عليه الانتاجات اللي تجي في التلفزيون اللي تطارد في السينامات الى من الآخري يا مصري بالنسبة لك انت سعودي لكن احنا احنا بتفوتنا قابولك لما الشلاحات اللي روحت شوفت فيها مهرجانات تونس بتطلع حاجات يا جدع فلسطين بتطلع حاجات يا جدع المغرب بتطلع حاجات يا جدع كمية حاجات بتطلع من العالم العربي طب سيبك من العالم العربي قدينة بصنا على فيلم فرمساوي بالصدفة هو وعلى فكرة مليان شوية اكشن يا خبراب يطبق فيلم قاتينا ده شوية اكشن وشوية مواجهات وشوية حاجات يعني لو هنتكلم حاجات جنان انا على فكرة يعني للناس لاني كنا لسا منتكلم في الموضوع دوت مع الحمود اسماعيل وكنا منتكلم على ماد ماكس لو في حاجات فقاتينا هتفكرك بماد ماكس بالجنان اللي فيه والعبتية اللي فيه بتاعت المواجهات والامور دي كلها طب ما نروح للحاجات دي عشان ناخد واجبة واجبة اكشن فيها مبلغات انا مش ضد ان الاكشن يكون فيه مبلغات ويكون ليه ابعاد اسطورية ده اللي بيتقدم في كوريا على فكرة من زمان من ايام كراوتشن تايجر هيدن دراجن والحاجات دي كلها ولكن لما تيجي تتكلم على الجوهر على الاسنس تلاقي حاجة لها وزنة تتحط على الميزان توزن فيه دراما فيه شخصيات فيه حدوتة فيه رسالة فيه اي حاجة من كده الفيلم زي تريبل ار ده في الس لا انا بالنسبالي انا بالنسبالي انا ممكن اطلع بنسخة من ار 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 درامية جدا بنفس القصة درامية جدا من غير الاكشن من غير شي القصة والدراما اللي مزروعة فيها والنضالة اللي معمول والرسالة اللي وصلت وصلتني يا اخي وصلتني جدا يا مهر ماي مش الحدوتة دايما هي طريقة اللي تتحكي بيها علشان كده فيلم زي افاتر عمل اللي عمله ده كله رغم ان الحدوتة بتاعته قد كده احنا عارفين انها حدوتة من ابسط ما يمكن بس اللي حكاها حكاها حلو ده اللي حكاها حكاها أنا باردك على الدراما أنا باردك على الدراما أنا باردك على الدراما اللي موجودة وصلتني فيه تعقيدات درامية جميلة جدا سيبك من الوفر ذاتبها الشياء اللي سايرة فكرة انه في وسط المهمة تبعه شاف بيم وشاف قد ايش انه هو ممكن يكون رمز لتوحيد الناس اهم من السلاح اللي كان ممكن يجيبه أنا بالنسبة لهذه رمزية جدا حلو وتم تنفيذها بشكل رائع جدا مرة مرة حلو شي ثاني العلاقات الاخوية أنا صرت متى اخ مرة شفت برومانس متى اخ ماش برومانس حلو شوف انا شفنا فيلم معفن مش كتير لكيفن هارت ومارك وولبرغ متى اخه مرة شفنا برومانس صح من زمان الافلام اللي كنا نشوفها زي ميل جيبسون وبيفرلي هيلس كوب ومدري ايه والحاجات دي كلها متى شفنا فيلم برومانس بالطريقة دي مؤخرا ففي حاجات كثيرة في الفيلم عوامل جات مع بعض ووسطتني لدرجة حلوة لو اني انا كنت لحالي او بس معاي حقون الهندي اللي حبوا الفيلم كان والله ما طلعت بس لما اشوف الناس فعلا انقسمت نصين فانا رحت وغامرت بالكرت اللي في القناة عشان مهما كان ممكن نص الناس يعجبهم ونص لا بس حتى الناس اللي عجبهم ونص حيلاقوا حاجة ويستمتع فيه زي انا ما استمتعتوا من زمان بدور على حاجة كده والفيلم اليوم ظاهرة ظاهرة في الحال فبأسحلت بحكم ان انت شخص ما حبيته انا عارف ليش هل انت عارف ليش هو صار ظاهرة حاول تخرج دي كامبين دونت دي كامبين دونت فيلنتلي كمان لا يا خبر ابيض لا 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 الكمبين بتاعه عنيف يا باشا يا باشا ده الفيلم قاعد يكمبين ثلاثة اسابيع وكنت باشوف كل المقالات اللي كان بتتكتب عليه وكل الفيديوهات اللي كان بتتعمل عليه على انه مرشح مضمون للهند في ترشيحات الفيلم الاجنبي في الاوسكار ولما فشل في نيل الترشيح حطوا عليه فلوس عشان يطعرت في السينمات الامريكية بعدد معين من الشاشات عشان يخش ينافس في الكاتيجريز التكنيكل في الخدع البصرية وفي الامور اللي زي دي وده شيء نكتة بالنسبة لي والفيلم ده نجح من الصوت العالي في تأديل الشخصي مميش ده رأي بس هذا على مستوى النقات لكن مستوى الاشخاص والأفراد بانت لما تعمل كده في النقات لما تخليك انت تطلع تتكلم ولما يخلي كريسي يطلع يتكلم ولما يخلي الناس تحط أرتكالزوبلاكس في كل حتة في الدنيا ولما الفيلم يلاقيه له سكرين تايم على نتفلكس لسه من الناس هتتكلم ايه بس هتتكلم ايجابي فيه ايجابي نسبة ايجابية كبيرة متأكد ان فيه ناس هتتكلم ايجابي وعشان كده بيقولك أنا عندي كبيرة نسبة كبيرة على مفهوم ايجابي يا ماهر كثرة التعرض للمحتوى الغبي مش قويس للناس لو حد بيتفرج على محتوى انا اسف انا مسترق اوصفه بما هو عليه محتوى الغبي علشان يضحك عليه علشان يستمتع بالاوفرداطوب بتاعه علشان يشوف مشهد فيه واحد بينط على برميلين تلاتة وبينزل يعمل عاصفة في الناس اللي حواليه تتزق وكلام زي ده ويقولك انا مستمتع جدا باللي بتفرج عليه غير ان واحد يقعد ويتأثر ويصدق ان فيه السنة انا شايفين فيه فرق انا بالنسبالي الفيلم ده يمثل معنى السينما التجارية حرفيا حرفيا واللي للأسف مؤخرا تدرك الاسفل من التجاري اصبر ومؤخرا السينما التجارية صارت والسوبر هيروس ومؤخرا سوبر هيروس حتى معنى كان الملاذ الوحيد بيننا تجاريا صار محشي اجندات مزبوط فانا هذا هذا التعطش فلن بحلم احنا ننحضر يا نهر مون انحضر بس انا بقولك اروح ادور اروح ادور على الحاجات الوحشان طالما 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 جدر يوصل انه يكسم الناس نصين هذا نجاح والله والله نجاح يا سيدي ماشي انه يكسم الناس نصين انا النجاح عندي مش مقياس جودة على الاطلاق والامثلة من هنا للسنة الجاية تعال نشوف مين انجح فيلم في العالم العربي احنا متفقين من البداية انه منتج مختلف الخيالة الشاطح اللي الدر تقعد تبرر للناس وجلهم اعتبروهم سوبر هيرو زال الحد هذه بقادي الكلمة بس بحد ذاتها معناته المنطق ده ارمي مفيش سوبر هيرو من غير اندرلاين مسج حتى افلام المارفل السيئة وافلام دي سي اللي عليها انتقادات كتيرة جدا اكملناها اكملناها جاية نفس المسج اللي تتعرض من ايام فيلم طوفان وعمار اكبر انتوني ودسكو دانسر من سنة التمانين هي هي ما عليش لو بغوصل لو بغوصل للمسج هقول لك نفسها ماشي حكيرا والجن بالضبط ماشي نفس المسج حكيرا والجن اجريد نفسها وانا بقول لك يا حكاية مش في الاخر ايوة يعني بس الكومنتاريا ماهر يعني في الاخر الكوميك بوكس احنا منتكلم على افلام السوبر هيرو بتاعت مارفل وبتاعت دي سي الكوميك بوكس لما امريكا كانت عايزة تتوحد اصاد رمز ظهر كابتن امريكا لما الجيل بتاعتينز الضائع ظهر ظهر سبايدر مان لما الناس كانت عايزة تنزل حاسة انها محتاجة بطل شعبي فيجيلانتي يجيب لهم حقهم ظهر سبايدر مان فالكلام دوت وليد المجتمع ولما بتيجي تعمل عليه قصص دلوقتي ما تقدرش تنزع ده منه مهما كنت غابي وهما اخبائه ويا ما عملوا ده حاولوا رخصوا فيهم على قد ما يقدروا بس فضل في الآخر كل فيلمين تلاتة ياسيدي تقابل سبايدر مان نوي هوم تقابل ايرن مان الاولاني تقابل بلاك بانتر الاولاني تلاقي فيه ما بقولكش اتقال واسد في الدنيا كل كلامك اللي قلته مردود عليه بالضبط فقار بس الفرج انت ملم بالثقافة الامريكية والثقافة الغربية والاستمولين بالثقافة الهندية ما عليش خد من وفتة خمس دجايق بكرة واجرى من فان الشخصيتين دي اسماءهم بس مبنية ده الابطال رموز هندية رموز رموز في الثورة الهندية وهو خد فرصة خد فرصة ان هو يترحم زي التانيين بالضبط انا ألميت بالثقافة الامريكية منين يا ماري ما من افلامهم انا اللي بتابع وكوميك بوكس وانا بقرأ ده انا عدت خمس ست سنين بتشتم عشان ما بقراش كوميك بوكس انا شغت كل اللي شفته الافلام وديني شفت الافلام بتاعة الدور الامريكاني وصلنا وانحشر في جلوبنا من غير ما نطلبه الهندي كان موجود عندي من قبل الامريكاني وانت عارف كده كويس انا انا ازيك انا متربي على ميتاب جوبا ومرد والحاجات دي كلها ويمكن عشان كده ما زال لهم ما كان في قلبي انوي اللي بطلع منه في النقاش ده المستحيل واحد فينا يقنع الثاني الفيلم ده فعلا قسم الناس نصين وانا الافلام اللي تقسم الناس نصين بالنسبة لتنجح مو لازم كلنا نتفق ولا على الجانبين حلو هذا الفرق معناته المخرج شاف شي في نص الناس وقدر اني وصل لهم ونص التاني مو نص لهم وصل لحاجة لدرجة انه لقيت انه احتاج اتكلم عنه مان انا ما قدرت تمسك نفسي ما تكلم عن فيلم والله ما قدرت وقلت لازم اوصل الناس لذلك المفترقة طروه دا يا يمين يا يسار عندي واحد من اصحابي اللي انا اثق في رأيه جدا واثق في رأيه جدا ونتكلم بالساعات احيانا في التليفون اتصل يهزئ فيي يهزئ فيي يمعفن كم دفعولك قلت ايدي كمان تقول لي كم دفعولك اوه دفعولي من فين كيف يعني عمرك فحلو حلو حلو الافلام دي اللي تكسم الناس انا اللي باطلع من الفيلم ده باجفل الحوار ده يا جماعة ضروري تكونوا الصف واحد مننا ضروري ضروري لا تفوت الفرصة لا تفوت الفرصة انا كل اللي خايف منه هو التصنيف التالت والله الناس اللي تتفرج على فيلم زي ده وتصدقوا انا قلقان عليكم من ده وبتكلم بجد ولا مش عايزة اقلل او اسفه من وجهة نظرك لانها وجهة نظر قيمة وفي محلها وقريتك حتى للماركت في النقطة دية ممكن تكون فيها شوية دراسة اكتر مني وده اكيد انت شكلك قريت في الموضوع ودورت ورا بس انا عاوز اطلب من الناس مساعدة في حاجة جماعة انا طول عمري اسمع عن انتاجات السينما الهندية جيدة واسمع عن مخرجين كبار هناك وعن ارث جاية ديناج لا مو هذي مو هذي والنبي ممكن حدي يجب لي حاجة اشوفها وعشان نكونوا واضحين تريبل ار مش منهم بي كي مش منهم حاجات ابي تابت شانل القديم لو انت مصدقت دها منهم يبقى انت في التصنيف التالت وانا قلقان عليك اوكي لا انا عاوز حاجة مسمعناهاش قبل كده بليز عشان اصدق الالدعاء ده من الفلام البسيطة جدا واللي اكترت معايا اظن في 2010 و2011 نزل فيلم اسمه مي نيمس خان فيلم ده رائع فيلم ده رهيب اه ده فيلم وحش قوي يا ما فيلم وحش قوي لا نتفق على الهندي ما نتفق على الهندي ماي نيمس خان دوت مش منهم تعالوا نقول برضو مش دلن بدور علي لو هي دي السنما الهندية خلاص يبقى ان عمري في حتي محافهمة وعمري في حتي مع قرارة منه معنى ده زي بالزبط شوف كل فيلم عامر خان رهيبة بي كي تري اديتس دانجال ترى هذه الافلام تعتبر رهيبة واذا انت معناتو خلاص هادي مو لك حلو مفهوم ده كلام زي الفل انا شفت الانيمي وقررت ان هو مش الحاجة اللي هي مع كامل احترام ودلوقتي بشوف انت جات بقول يهود وبقول انها مش الحاجة اللي هي وبدون قد نحترام بس ده اللي عم روحت روح بمسلسلات يا عم روح بمسلسلات يلا يلا مسلسلات نخوش في الوحوش الكبر نخوش في المسلسلات لأ خليهم شوين نخوش دامر شوية اه يلا يا عمر نبغاهم وراء بعض داد سادة أنا كنت أقول لك إيه تعالى نخش على الأفلام بتاعت الوحوش روحت أنت مختار المسلسل اللي فيها بشع وحش فيهم كله يا الله يمان دائما أنا مصدق ترى شوف أنا غير ملم أنا ملاحظ أنه فيه كتير ناس عايشين على الوثائقيات وخاصة من يجبينها متسلسلين حقول لك حاجة في الموضوع ده أنا ماني منهم حقول لك حاجة في الموضوع ده أنا قعدت فترة كده في شغلي كنت بشتغل أنا عمري ما اشتغلت شغل أنا بحبها على فكرة بس في فترات منها ما كنتش بحب الشغل ولا عايز أشتغله وكنت بعرف استخبه إنه هو أنا قاعد موجود بس ما بشتغلش كان فيه ويبسايت للأسف ما بقاش موجود دلوقتي وأعتقد أنه اللي دعوه بحس السيطة المحتوى بتاعه كان اسمه The Crime Library ده كان فيه ملخصات كاملة لكل الجرائم المشهورة في تاريخ البشرية من أيام جاك داريبر ولا معرفش مين لغاية جرائم من خمس وست سنين الموضوع ده في مبداية الألفنات وكلام زي ده عدت علي حواديد عرفها بالكامل بس مش عارف مين اسم الشخصية بتاعتها دامر أنه عندما دخلت تعليم راتي تسأل انت عارف ده مين لا معرفوهش بس لما المسلسل تشتغل افتكارت وافتكارت الأكاونتز بتاعته وافتكارت الحاجات بتاعته فأنا قريت قوي في الموضوع ده حتى من قبل الدوكيمانتش أنا عكسك تماما أنا عكسك تماما وأنا مني في العالم ده لكن Mindhunter تمام أنا بالنسبة لي تحفة من تحف نتفلكس دائما لما شفنا Blackbird قبل كم شهر برضو اعتبر من أفلام الجميلة وبرضو كان بيتكلم عن دين نمعية من الأشياء كقصص تعجبني كقصص بتذهلني أنه في بشر عايشين معانا مو البشر اللي انت تعرفهم يعني مر علينا كلنا الطيبين بالزيادة القاسيين بالزيادة اللي صوتهم عالي اللي صوتهم مواطي الاجتماعيين الانطوائيين مروا على كل ما تعيش في الدنيا دي حت تكتشف ناس وناس 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 بس هذا النوع من البشر اللي بيتكلم عنه المسلسلات هادي جرائم القتل المتسلسلين ولا غيرها هذا بشر أقرب 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 ما يكون للخيال من أنه حاجة حقيقية أقرب ما يكون من خيال كاتب من أنه حاجة ممكن تقابلها في حياتك والله الله يكتب علينا ألا أحد أنه يقابل أحد في حياته وهذا اللي خوف إنه بيصوروا لك إيه من ناحية ثانية كيف إنه مندمجين في الحياة كأي شخص تاني هذي خليك تروح المكتب تنزل تروح السوبر ماركت تمر تطول في أي واحد ممكن يكون مواصم منه ومنت ما تعرف لأنه تصرفاتهم العادية مع العالم لازم يحطوا في موقف لازم تشوف المشاعر حقتهم اللي يسموه الامبثي أو مدى تعاطفهم مع الحاجات أو ما حتعرف وبرضو في الأمور دي بغالها دراسات كثيرة فهذه النقطة يعني بتذهلني وأنه فيه بشر ما أعرفه للآن أنا ما عايش ليه مليون سنة بس أنا مره علي جميع فئات البشر للآن من طبقات اجتماعية مختلفة مختلفة من أكتر شيء فوق لأقل شيء تحت مره علي كثير أشخاص وعيشت في أماكن كثيرة ومدن كثيرة بس هذا النوع إنه أنا ممره علي وإن شاء الله ممره علي وممكن يكون مره علي وأنا ما أعرف خليني كدب خايف خليني خايف فهذا اللي خلاني أنه تجربة المسلسل بالنسبة لي كانت رائعة رائعة حقيقي حقيقي أنت باتكلمت عنهم فقد أديني عن الجصة والتمثيل وتقييمك العام للتجربة لا دامر دامر كبوس مسلسل مسلسل حلو جدا جيد جدا بكل تأكيد وحسيت بحالة ارتياح لما خلص إنه خلاص لأنه كمان المسلسل ودي مش حرق قوي يعني فنقطة من النقط بتحس أنت ما خلاص إيه اللي فاضل وبعد أن تلاقي أنه لسه قدما أكترد حلقات أو أربع حلقات فأنت عارف أن أنت جوا كبوس وكبوس ده ما بيخلصش ابن اللازينة وكل شوية بتلاقي له أبعاد أكتر وعجبني جدا وعجبني جدا مدى توغل المسلسل في دراسة التفاصيل بتاعة شخصيتنا جيفري دامر والشخصيات المحيطة بيه والمؤثرة عليه والضحايا والمحيطين بالضحايا من أهلهم وأصدقائهم والأمور دي كلها شبكة كده لو كانت اتطرحت قدامي من البداية وقلت لي دي تتحكي في كم حلقة ما كنتش حقولك أقل من 25-30 هو عملها في 10 حلقات فده شيء إبداع بكل تأكيد بروفايل الشخصية زي ما ماهر قال كابوس يعني تأول ما تفكر ان دي شخصية مش بس كانت موجودة دي كانت موجودة في وسط الناس ما كانش موجودة يعني أقول لكم حاجة من تعرضي الموضوع ده كرايم لايبرري دوات أغلب السيريال كيلرز اللي عملوا الجرائم المرعبة دي كانوا ساكنين في بيوت مستقلة نائية ده كان عايش في شقة فعمارة عنده جرائم على يمين وجرائم على الشمال يعني مش ممكن مش ممكن وإن احنا نكتشف ان كمان كتير من الجرائم دي تمت لما كان ضيف على بيت جدته تفاصيل الجرائم بالحاجات بتاعتها بالأمور اللي عملها عجبني برضو توازن المسلسل في رغبته انه هو يصدر للمساهد للمشاهد صدمة بس مش عايز يوصل للمرحلة التروما يعني صدمة عن التروما مش عايز اتعلم معك لدرجة انه يتنكد عليك اكتر من اللازم لان انت لو قريت عن جيفري دامر هتتنكد اكتر بالحاجات اللي عملها والاهداف اللي كان عاوز يوصل لها والحاجات اللي عملها بالزبط لو كان المسلسل دا وتفترى شوية في انه يوريك الصور بتاعته الامور دي كنت حتزعل قوي وتحتزعل قوي 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 لا ده على اللي تقدم ده المسلسل تحفظ بشكل كبير قوي الولد إيفان بيترز احنا بنسقفله بقالنا فترة احنا بنسقفله بقالنا فترة على حاجات كتير بص في حتة الاداء التمثيل لأي شخصينا دايما بقول ان الليها اربع ارقان فيه الشخصية وفيه الممثل وفيه الكاستنج وفيه الاخراج يعني ودايما بقول ساعات بحس ان فيه حاجة فيهم احسن من حاجة وحاجة اقل من حاجة والكلام ده كله المرة دي الشخصية سواء البروفايل بتاعها في الواقع او الطريقة اللي اتكتبت بي لاغوا برع عليهم الولد وتمثيله والاخراج بتاعه لاغوا برع عليهم وايفان بيترز دوت قوة صاحقة قادمة على الطريقة من ايام لما كان برصة صغيرة الايمي الايمي من الان ده لو فيه عدل ده لو فيه شوية عدل في الايمي الكاستنج انا عندي عليه علامات استفاق لان اللي تم طرحه عن خلفية الولد وبعض تفاصيل البراء اللي موجودة في الشكل الطبيعي بتاعت ايفان بيترز ممكن تخليك مشاهد تتعاطف معه في بعض الاحيان وانا اتصور ان دي جريمة انت ماينفعش تتعاطف معي وحست ان الفيلم المسلسل سوري حاول يوزن ده بانه دايما يوريك القصص والرواية بتاعت الضحايا واهلهم وعلى فكرة كلهم ممثلين حلوين كلهم ممثلين حلوين جدا بس بصراحة انا في بعض الاحيان كان بيصعب علي وحاسس ان انا اجرمت لانه كان بيصعب علي مش مفروض يصعب علي قلت الكلام ده بالنص في المراجعة انا فعلا في اوقات صرت انا زعلان من نفسي انا كيف زعلان عليه انا كيف حاسس فيه بس عارف ليه يا محمود عشان انت أب وانا أب وبدأينا نحس بثقل انه كيف ممكن تصرفاتي مع الولد او عدم انتباهي له او 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 زي ما ابوه دخل في دوامة من لوم النفس انا اكتر حاجة عجبتني بالمسلسل ده هو موضوع علاقته معه هو موضوع انه متطرق ريتشار جنكنز يا كما ريتشار جنكنز ده مسل قبار 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 رائع رائع ومنسي عيني وما بيشتغلش كتير ودي عيب برضو بصراحة انا ابغى اضيف على كل كلامك احنا صح انه صورة البوستر دامر والشخصية الاساسية دامر بس المسلسل بيعطيك دامر بيعطيك عيلة دامر واللي مرت فيه بيعطيك الضحايا ونقالك كم ضحية وخليك تعيش في جو هدول الضحايا وكل الناس اللي عاشروا والنظام القضائي والنظام الشرطة الفيلم ما كان بس شخصية واحدة واحنا ماشيين وراه لا يعني فعلا اخذ 360 درجة ورانا الحياة ونقلنا لحقبة مختلفة عشنا في حقبة مختلفة مع اهله مع جيرانه مع ضحايا فكانوا شاطرين في ده كانوا شاطرين جدا حلقة الضحية رقم ستة يا لطيف يا لطيف بونيف الولد الولد اللي عمل الحلقة السادسة اللي الأصم الأصم يا لطيف يا هادي أقوى من أقوى الحلقات حلقة كاملة ما شفنا الدمر إلا في الأخير تمام وتبتك شوية أمل وتحس إن حياة زي دي لما يخشها الحب ممكن يحصل فيها يا إيه وممكن تتغير إزاي وبعدين يروح من الزلك على ضر رائدك يعني تجربة صعبة جدا تجربة قوية جدا من أفضل المسلسلات اللي مرت عليها تتناول هذه المواضيع لأنه ما سطح الموضوع وخلاص موضوع معقد لدرجة نحن سأل أسئلة كثيرة الأب لما نسار يقول أنا طب أنا وانا صغير وانا صغير كنت أفكر أنا كان عندي ميون زيدي كنت أفكر في حكاة زكري أنا لدي تهيل أنا لنا قلت له العدوى أنا هرزل يا وهذا فعلا أنت لما تحصل وتخيلت تبقى دلوقتي وانت أب ممكن يكون إيه خطر على بالك ودلوقتي بقيت قاعد عليك شبح شايلهم بالضبط فعلا الفيلم من هذه الناحية كان مبدع جدا المسلسل قصدي يمكن أنا اللي ما عجبني في المسلسل واللي قلته كمان في المراجعة إنه آخر حلقتين كانت ستريتش حبا يعني خرجنا من دامر وروحنا بالزيادة مع الجارة اللي جنبه وإشي اللي سر لها ومدرمينه تفاصيل وما كانت حاجة أنا عند الفضولة الكافي إني أنا أكون مستثمر فيها بشكل كبير كممكن ببساطة ندمج الحلقات هذي ونطول شوية حلقات ونوصل لتمانية حلقات تكون كفاية بس اللي حلو في دا الموضوع إنه ورانا إنه بعد ما أصلا مسلسل بيبدأ من البداية هو يتمسك يعني ما بنحرق عليكم حاجة يعني الحلقة الأولى بيتمسك بس بنشوف بعدين وفارباوندين يا جماعة أنا كنت بلهث مع الحلقة الأولينية دي وأنا لسه معرفش تفاصيل الإجرام بتاعته عمل إزاي وما فيش حاجة صدرت لي رعب زي الحلقة الأولينية واللي كان نفسي إنهم يزيدوا شوية عليه بس ما دري إذا عندهم معلومات كافية إنهم يزيدوا لا كيف مجرم زي داي يكون عندهم معجبين وليش أصلا السيرير كلرز عندهم معجبين إيش الجانب النفسي إيش الجانب النفسي اللي خليني يقوم عجب بسيرير كلر هل أي معجب بسيرير كلر هو السيرير كلر أنا هذه الزاوية نفسي أشوفها نفسي أعرف إيش اللي فيه هوس بالجانب الإجرامي حتى لو أنت شخصيا ما عندكش استعداد لتطبيقه فمرت يعني برافو نيتفليكس يعني تغيب وترجع صراحة يا رجل ربنا يهدي جدمة وهذا الفيلم أنا رغم أنه مطبق الأجندة من ناحية في كل شي بس ما يعني قصة متماسكة اللي عنده حساسية تجاه الأجندة يا جماعة ما يقربش ما يقربش ما يحاولش أنا حقول لك أنا معك في نقطة في آخر كم حلقة لأنه فعلا في آخر كم حلقة كنت وصلت النقطة ببص لقيت لسه تلت حلقات هيعملوا ايه في تلت حلقات ده سؤال بقيت عمل اسأله ما خلاص يعني بس ده ما دايقنيش بطريقة التناول بتاعته لغاية لما خلص ما دايقنيش اللي كان مربكني شوية هو أسلوب السرد بتاع الحلقات بتاع المسلسل كله كنمط بشكل عام لأنه مش موحد هو بنطة عشوائية كتير قوي وده كان سلاحب ذو حدين إنه آه خلاك داخل كل حلقة وانت مش متخيل هو هيحكي لك النهاردة هو من منظور مين بس في نفس الوقت في النص ممكن يخليك محبتش الحدوتة محبتش اللي قاعد بيحكي الحدوتة فممكن تقع منه خصوصا كمان لو درجة تحملك لمحتوى الصدم مش عالية أنا أتبق معاك فهي مخاطرة ليها موانزية ولها عيوب بس يمكن عيوبها أعلمت معي شوية أنا المراجعة شفتها طولت شوية فاضطريت أني أضحي ببعض المقاطع فيها وإلا كنت أبغى أوضح مدي قايدلاين أو طريقة إجراءات إنه كيف يعرف وفقية زمن بالضبط النظارة على الشعر على يعني في حاجات معينة كده كان في كل عمر بيروحوا ليها بس ما كانت مرة واضحة ولا شيء إيجابي أنا مرة أحب لم من المخرج يثق في ذكائي يا أخي فمن بعد أول حلقة اثنين بديت استوعب اللعبة بتتلعب أزاي فما كانت مشكلة بالنسبة لي بس أنا متفاهم إنه ممكن تكون مشكلة لكثير من الأشخاص بس لا يكون سبب توقف المشاهدة لا يكون أبدا سبب لأنه على قولهم المكافأة بقدر بقدر التعب المكافأة بقدر التعب ويعني تغشيشك كده على المشي لو فيه نقطة معينة وإنتوا بتتفرجوا لو ما كنتوش حتى تتفرجتوا استغربتوا هو إزاي سبها كده ما تقلقش مش هيساب ممكن تغيب 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 بس مش هيساب حيرجع لها دائما أوكي نتحرك للإثنين الكبار نتحرك للكبير والصغير للكبير حلوة عشان يعني مين يا مهر الكبير ومين الصغير أنا ما عنديش أي فكرة خالص عشان يعني معلش الناس قامت أنا ما عنديش أي فكرة أنت تتكلم عن إيارة توضح كلامك لا لا بحاول أستفز للناس اللي بتطالب أنا ما عارف ليش الناس أخذ مننا موقف أنه إحنا مدفوع لنا مثلا أو إحنا يعني يعني بخطة عمدا متجاهلين أتبع صوران صوران بعد دفع لينا عشان ما نتكلمش عن ميد الإرث ولا نقرب مننا فأبدا اللي حاب بقوله يا جماعة أبدا ببساطة أنا عن نفسي أنا حقول ليش ما اتكلمت عن العمل للآن وهذا لا يعني أنه عاجبني العمل بس ليش ما اتكلمت عنه للآن أول شيء ما حذكرها المشاهدات يا جماعة والعمل ده عامل مشاهدات على كل مكان وفيه له متابعين ومحبين واكتشفت قلدي إيش متابعين لورد أوف دا رينجز في الوطن العربي لا يعني ما هم قليل وناس مستثمرين في القصة بشكل كبير جدا وهذا رهيب إنه عندنا عوالم فنتازية كثير ممكن نتكلم فيها مع العالم وأجمل حاجة عندي نتكلم مع الناس ببساطة جيم أوف ثرونز لو كان دو بدأ وكان دو أول موسم ما كنتكلمت عنه لأنه أنا ما عارف أي شي عن العالم ولا عارف أي شي غير مثلا في لورد أوف دا رينجز أعرف بس الأفلام الثلاثة تمام وما كنت غايز بأنه هي أفضل تيرولوجي بالنسبة لي أفضل ثلاثية بس مني غايز لدرجة أني فاكر كل كورنر في كل حاجة صايرة فأتكلم عن يعني حشوب الحلقة زي زي أي أحد ثاني مجرد أني حعيد الأحداث اللي صارت علق على تمثيل علق على قصة بس هيكون التعليق مرة بدري لأنه ملميت اللي المخرجي بيوصلوا مع نهاية الموسم فقلت لا خليها توصل لنهاية الموسم ويكون عندي كلام مواضح أقوله ممكن لو كملنا حطوا بانجوسين لو كبير لو كملت المواسم كلها المستقبلية حد العمل حوصل لمرحلة أقدر أفكر الناس بالموسم الأول أفكره بالموسم الثاني أكون الملامح حق الخريطة والعالم ده وضحت معايا أستثمر فيه أكتر وألعب في اللعبة دي وهذه اللي أنا عملته فاتاكم تايتن مثلا ولقيم مفترونس ما بديت من أول موسم بعد مواسم وصار عندي شيء أتكلمه وروابط أقدر أشتغل عليها اللي فارق في هاوس اف دراجون ما جاء من عالم مختلف وقريت الرواية إليه وصولاً لأحداث المسلسل وأنا مستثمر كمان فيها بشكل كبير وفادني وأنا أشد على يدكم كلكم تعملوا زي والله العظيم الناس اللي قرأت الرواية وأول فصول من الرواية ووقفوا زي ما عملت قبل أحداث المسلسل هتستمتع ألف لأنه لأنه الباك ستوري والماضي حق العالم حق وسترس رهيب وبيعطينا الدلالات حلوة ما مسلسل هادي السبب ليش ما عملت الآن مراجعة على حلقات رينزو باور عشان نبدأ نتكلم عنه الآن بأرياحية محمود لو عندك برضو حاجة تقولها أنا عندي برضو تعقيب صغير على السبب اللي خلاني بغاية لوتيا ومعملش عنه مراجعات وهو إنه وحش أوكي رأيك بقى فضل يا الله طيب أول حاجة أول حاجة أول شي هل هو بيسوق ويل أوف تايم لا هل هو بجد التوقعات اللي أنا مستنيها أو على الأقل بقوة الأفلام اللي طلعت أو يشم ريحة قوة الأفلام اللي طلعت برضو لا هل السبب إنه إحنا ما إحنا فهمين وإن الأمور غامضة وحتبان معانا قدام لا السبب سوء اختيار لكيفية رواية القصة سوء اختيار للأبطال اللي موجودين في القصة إلى الآن على الأقل وشيء الثالث تسطيح بشكل كبير جدا لمفهوم الميدل أيرث والعوالم والعلاقات بين الجان وبين الأقزام وبين بكل هذه الأمور أنا ما أنا شايف التعقيدات دي أبدا واللي في فيلم لورد الدرينجز الأول في ساعتين وصلتني كلها صح لورد الدرينجز الأول أنت لسه ما خلصت الرحلة في ساعتين يعني حلقتين من هنا أنا وصلت لمرحلة عارف التعقيدات دي كلها وعلى فكرة لورد الدرينجز أنا شفته أول مرة وياه ما كنت في الجامعة شفت الجزء الأول وما حبيته ومرت سنين ورجع شفته ثلاثة وراء بعض واو ورجع شفته مرة ثانية ومرة ثالثة فالجزء الأول بس قدر أنه وصل لي دلالات كبيرة على هذا العالم وأستثمر فيه وأعرف العلاقات اللي سارة فيها إلى الآن وصولنا للحلقة السادسة اللي نزلت معنا الأسبوع ده قبل يومين دوبنا دوبنا بدأنا أول تحقيد وبسيط جدا طيب أنت قاعد تبني ستة حلقة خمسة حلقات على ذا بس ووصلت إلى الدرجة أنا كاره شخصيات أساسية كارهة مو كارهة إنه هي بتعمل حيات أنا ضدها كره الناس لسيرسي ولا كره الناس لا لا كارهة كارهة إنه هي سيئة مكتوبة بسوء مكتوبة كده إنه هادي سيدة وبطلة تمشي رجال وراها تمام كده عاجبك أو لم عاجبك يا رجل يا ذكر يا عديم المسؤولية هوجبناها وسبحان الله في حلقة من الحلقات كنا شفنا المشهد حق غلاد ريالدي واللي هي في ناس بيتدرب ودخلت معاهم وبيد واحدة ما شاء الله كده طيحت كل الفرسان دول أقوى الفرسان اللي موجودين في نوم النوع من أقوى الفرسان يعني وبحركة واحدة كده طيحتهم دبلها أو بعدها بيومين شفنا الحلقة حدبضوا تدريب وكريستون كول قاعد يدرب بزورة صغار بس فارق بين الاثنين فارق بين بيدرب بزورة وحسيت بأثر أثر التدريب قدام مشهد جاي مفوضو أنه لحين رحين حرب وهي داخله وتمشي الأمور كده كأنه مجرد لعبة فأنا إذا فيه سبب أكبر سبب مكرهني في المسلسل للآن هي شخصية للآخرية المسلسل ما بيحصلش فيه حاجة ودي حاجة غريبة قوي إن فيه مسلسل يتبع النمط ده يعني فيه أفلام كتير بتاخد المخاطرة دي لأنه هو ما بيطلبش من المشاهد كتير أنا ممكن أخد ساعة ساعة ونص عشان أبني مقدمات وفي الآخر حديك ساعة اللي رابعة تخليك تسمحني على كل اللي عاد ده كويس لكن أنا أعد تطلب مني إن أنا كل يوم أخصص من وقتي ساعة علشان أجي أتفرج على حاجة سمك كده سمك كده رغم الوسعة بتاع هي وسعة قوي هي عاملة زي صنية البسبوسة كبيرة بس تيجي تضرب فيها السكينة تلاقي السكينة نفسها مختفتش جواها تلاقي دي بطلة ده متمرد ده هربان دول عايشين على إنهم مختفين ده الأشرار ودول معرفش مين نتعمق شوية يا جماعة إديني حاجة أتواصل بها مع الناس أحبهم أو أكرههم أنا مش عارف أكون أي مش عارف تجاه أي حد الأحداث البرزة معدومة مش قولي لأ معدومة لغاية خمس حلقات ده مش معقول إن المسلسل يعمل كده ده مش طبيعي الجانب الآخر مقارنة سريعة بس مش عايز أتكلم في أوصف دا دراجين بالوقت عامل زي الطرطة ممكن تكون كبيرة برضو بس مش خمسمائة خريطة وخمسمائة ترايب وخمسمائة بتاعهم معرفش مين بس تنزل بالسكينة ما تجيبش آخرها على قد مشهد التدريب اللي ماهر بيتكلم عليه ده مشهد العملية مش عملية التكنيكاليتي بتاعت التدريب وبس بص كمية التطورات اللي حصلت في علاقات الشخصيات مع بعض من المشهد ده بس وهو مشهد ممكن يتقال عليه عابر فلا لا لا The Rings of Power مسلسل أنا آسف على حوله دلوقتي مسلسل أطفال الطريقة اللي هو بيكلم ده بيكلم أطفال بيكلم عائل صغير لا لا مو بس بيكلم أطفال هو بيكلم بيكلم ناس عندها خلفية عن هذا العالم أنا متأكد أنه حاطب باله هم عارفين الجان هم عارفين من الجان بس جيبهم الأقزام هم عارفين من الأقزام مستحيل أنه بيوجه كلامه لشخص ما يعرف شي عن هذا العالم وهذه المشكلة والله دي تلخبطني شوية ليه عارف ليه أنا خبرتي عن Middle Earth كلها على بعضها هم الستة أفلام التلت أفلام بتوى Lord of the Rings والتلت أفلام بتوى هابط فأنا عارف مين الألفز وعارف مين الدورفس وعارف مين الناس دا في شوية الناس ما عرفهمش الهيرفوتس والكلام دوت وشوية أماكن ظروها دي مكانش عندي فكرة أو كلام زي ده طب انت ليه قاعد خمس دقائق ما بتقدمش حاجة يعني لا لا فهم خمس دقائق خمس حلقات يعني أنا لا فهم وانك خمس ستة حلقات لو انت فعلا معتمد على ان الناس عارفة خش في الجد بقى موت ناس وصحي ناس وغير التوبوغرافي بتاعة أماكن ولا موديل مصيبة اللي كنت جايك فيها ولا انه تعامل معنا انه احنا ما نعرف فعلا ودخل ديب يعرفنا على الناس بتفاصيلهم ولا انه تعامل معنا وانه احنا عارفين تماما هذا العالم ودخل بسرعة ووصل اللي فيها هو ضايع هو ضايع وهذا دليل على وهذا اللي اكتشفناه يعني انا ما كنت تعرف ان المعلومة دي الا بعد ما بدأ العمل للأسف اني ما قريت كثيرا عن العمل قبل ما يطلع انه هو ما بدأ ما هو مبني على اي رواية هو ما عندهم حقوق وما عندهم حقوق هذه جوناس اخذ العالم حقه لورد الريمس وبدأوا يكتبوا السكينت ايج والعصر الثاني وما يكتبوا العصر الاول ولا يكتب العصر الثالث اللي يكتب مبنية على اساس هذه العصور هو اخذ العصر الثاني اللي فيه له كتابات بسيطة وحتى ما مشعر كتابات البسيطة دي بدأ يتخيل كيف ممكن فطبيعي يا ناس نستزعل طبيعي الحملات الشعواء اللي سايرا في الانترنت لانه عالم تولكن مو عالم بسيط ومجانين لودف درينكز وسبقوا قلتوا من زمان ما في هم اتنين لا تقرب منهم لا تقل لي الفانس حقهم اتاكون تايتن ولا وان بيس ولا جيموا في ثورونز كلهم تحطهم كده وتلوفوا ولا مار بلد يسي كلهم دول يجوا الضفرة الصغيرة من لورد الف درينكز وستار وورس الضفرة الصغيرة من دول عالم دي عايشة ممكن شفت المجانين اللي شوفوا في لام اللي كده الغرفة حقته كلها اللي طول وقته لابس زي الشخصيات هي دول على ستار وورس و لورد الف درينكز تيجي عند دول الناس وما تحترمهم وتقديرهم لهم على عمل بهذه السطحية وهذه اللي مفهمين في العمل دول ممكن لو أخذت منهم ثلاثة كان كتابولك أحلى مسلسل تقول تحشي هذا العمل بأجندات صحوانجية ما لها أي داعي أنا ما عنده مشكلة تجيب لي جان أسمر ولا تجيبه أسود ولا تجيبه أبيض أنا ما فرق معايا بتجيبه أحد يعرف يمثل المثل ده اللي جابوه يا محمود موديل كان يطلع في برنامج اسمه العزباء اللي يجوا مجموعة الرجال اللي تقدموا البنت واحدة ويتمجي أنا عارف الصمع السيئة دات البرنامج بالضبط تجيب لي واحد أصلا موديل تخليه يمثل أنا ما عنده مشكلة موديل ويعرف يمثل بس هو موديل ما عنده تمثيل أنا ما فيش أي أداء تمثيل ترك معايا أي انطباع من أي نوع لا وفجأة يعني أنا الحلقة السادسة والخامسة انت شفت الخامسة الحرمة دي الإنسية اللي عايشة في الميدل أيرث وفجأة كانت تشتغل في حانة في البار بقت بطرة المقاومة يجوا ناس عندها فجأة ساتة بطلة بنانا على إيه بنانا على إيه سرت فيها القائدة بنانا على إيه انت إيش سويت ولا الآدمية دي التانية اللي كانت تغبط في كل ناحية فجأة بطلة فجأة تطلب الناس تتسمح منهم فجأة تقل وما في ماشية في كل جهة يا رجل في كل جهة يا رجل فضياع ضياع ضياع واللي ضيع المسلسل بزيادة اني أشوف حلقة يوم الجمعة وارجع يوم الاثنين أشوف حلقة من عالم تاني تخرجني وتنسيني والمقارنة واضحة فأنت أمازون ومجرد دفعت فلوس ومبالغ ضخمة واللي واضح بصريا من أجمل ما يقدم أنا حقادي نتكلم على الـ CGI مع أنه في مشاكل في بعض الأشياء بزيادة دي كانت مشكلتي مع لورد وفذرينز أصلا كأفلام بس هنا جاء بس دخلك العالم يعني نقدر نقول بدأتنا من راح لمدينة الأقزام اللي تحت رجل أنا حسيت فعلا أنه في عالم تحت الأرض أو عالم جوة الجبل شيء مطبيعي بس في الأخير ما شفع لأنه ما عندك شيء أنت فاضي صرفت مليار على عمل وجيت وممكن هذا الإنجاز الوحيد اللي عملته إنك عملت أعلى ميزانية إنتاج في العالم وقاعدت تتحدى مع هاوسو با دراجون تنزل أسبوع بأسبوع أنت بناء على إيه واللي عرفته إنه عملوا على قولهم فوكس جروب اللي هو جابوا ناس يفرجوهم العمل وجاتهم تعليقات جدا سية وراحوا دفعوا فلوس لمؤثرين وجابوهم عملونا معرض في لندن ومدرمين والناس حقونا المؤثرين جلبوا عليهم ترى ما حدضحك على العالم دي ما حدضحك على مجانين العوالم أنا هادي هادي أنا مقتنع فيها جدا لما توصل لدرجة الناس يحبوا عملك مرة بس لاح بحد دي لأنه فاهمين فيه ممكن ما أقول أكتر منك بس عارتين التفاصيل لا أكتر منك أنا ممكن أقولها بقلب جامد أكتر منك It's true يا عم أنت حكيت اللي حكيته تعتبرتها شغلانا وخلصت منها وأمت أنت مش متخيل للتأثير بقى المضاوبة عن الناس دي بقت حياتك صح 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 فخلينا يعني ما حزيت المراجعة باقي لأسبوعين لأن الحلقة الجاية السابعة واللي بعدها السامنة وأكيدنا على طول هنزل المراجعة هم تمان حلقات بس كل حرك أيو أنا حركت حين ثلاثة أربعة الكلام اللي دي هقوم يعني لغاية أنا جماعة علشان دي بقى واضحين أنا تركت المسلسل في منتصف الحلقة السادسة يعني سبت وشغل وقمت وقررت أن أنا مش هكمله بس دلوقتي لما عرفت أنه ما تمان حلقات لأ أغليم هنحصل على نفسي واخلصه بدم نشيد ده كل يعني أخلص كل حلقتين ولأ ونعوض لأنه فيه جمهور لازم يسمع الرأي لازم يسمع الرأي ولله أنا حكوم حكوم انطباعي لو لقيت ما عنديش كلام أكتر من السلبيات المطلحقة اللي عمال أولادات مش هتكلم عنه تاني طيب نخش على العمل الثاني واللي علم نقيض تماما أنا هاوس الو دراجون أنقذ عالم جورج أر أر مارتن أنقذ الطعم السيء بدي يخف ما زلت كل ما في تكرة الثامن أتكهرب بس كل ما أتغلغل في هاوس الو دراجون كل ما أتغلغل في القصة دي أقول واو المشكلة كانت على موسم وإثنين لا تنسى عظمة العمل وقديش الأمور مترابطة وقديش العالم ده فعلا 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 غويط يا أخي مو طبيعي ببداية لما أنا هذا أول كتاب أقرأ أنا ما قريت الروايات كاملة بس هذه الرواية لما قريتها يا رجل العمل مترابط الطريقة مخيفة 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 جدا وإلى الآن ست حلقات ست حلقات بس يا جماعة ست حلقات أنا صار عندي شخصيات مفضلة ومستثمر في العمل بشكل كبير جدا فبرافو والله ست حلقات برافو بس أسمع منك يا محمود أنا ترى بايدوية أنا كل أسبوع أو بتنسل حلقاتك تاني يوم التلوط الصباح وأنا راح الدوام بقى أسمع الكلام اللي بتقول أنا بقال لي كم مرة بنزل قبلك فبيبقى عندي فرصة تفرج على حلقتك على رواءات فأنا شو ما تاني يوم وعجبني أول الابروتش بتاعك في بداية كل حلقة تعمل ناخد دقيقة نفهم إحنا فين ومين وبعدين نتكلم الموضوع I love that بيساعدني أنا شخصيا على أن أنا أرجع أقل لاين والكلام ده كله لأن أنا بنشغل قوي وأنا بتفرج على الأحداث بالريفرنس لأن المسلسل ده مصدق أنه عنده ماتيريال يقدر يطبق فيها حاجات اتعملت في أعمال رفيعة قوي دراميا وبصريا وأمور زي ده ومش على سبيل الاستعراض فقط لغير ولكن عن استحقاق لإرسال حاجة لإرساء حاجة عشان كده مثلا في الحلقة السادسة لما جي يفتكر مشهد الولادة افتكر مشهد الولادة بتاعت pieces of a woman وافتكر التأثير اللي سابه على الناس وقرر أنه هو يعمله imitation هنا وده شيء أنا قدرته جدا مشاهد التدريب حتلاقي لها ريفرنس مشاهد الخيانة أو مشاهد الدبل كروسنج أو الكلام ده كله حتلاقي لها وده موضوع عجبني قوي ومستمتع بي في المسلسل في الأول بعد ما عندنا بمرحلة جس النبض اللي في البداية ما كنتش لسه قادر أحدد المعسكرات عاملة زي النبضة الزمنية الأولانية أربكتني ولسه مقتنع أن فيها عيوب وكان فيها مشاكل القفزة الزمنية الثانية من أرواع متكملة ما فيهاش غلطة عندي واحدة شيء بس تعليق والأسف المونتاج السريع يخليني أسقط أشياء هذه قلتها برضو وحدفتها في المونتاج حلقة السادسة من أرواع ما يكون لو عملوا تغيير بسيط على أشكال الرجال غير مسلس ما أنا ما حدش أتغير غير اسمه إيه الوحيد نتغير لنور البقين كلهم زي ما هم وزي مسلسل على حطة إذن على حطة يده مع شوية شابة هنا شوية شعري طول حاجة عمي هو هو إن كان كريستن كول إن كان هاروين إن كان لاريس كل العالم والستات كلها تغير كلهم كلهم أتغيروا فيا جماعة يعني هنا شي بصير بس أنا اللي كنت متخوف منه هنا وصلت لمرحلة حبيت رينايرا الصغيرة حبيت البنت البنت شاطرة وصار عيني عليها لأنا بغشوف إيش لها أشياء فلاني فكنت خايف التبديل دايش هيسوي لأ اللي جات برضو مي بسيطة يعني ما قدر حكم مرة بس في حلقة واحدة تقبلت وهنا جي دور المشهد حق الولادة إنه خلاني يعيش معاها شوية في البداية يعني يعيش معاناتها شوية فعيشني معاها بشكل كبير بس لما اللي ممكن مو كثير يعرفوه يا محمود وما دي تعرف المعلومة دي أكيد وصلتك المسلسل الآن ماشي بطريقة قصصية قصة كإنه رواية الكتاب اللي أنا بقول قريت البداية منه واحد بيروي الماضي واحد عن واحد وفلان قال وأشيع أن ديمن عمل علاقة مع رينيرا وإشاعة أخرى أن رينيرا قامت علاقة مع كريستين كول ولما نجال ولد يشاع فكله يشاع 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 ما كان في حاجة وابحة وكلام بين شخصيات فالثقل اللي كان مرمي على الكتاب أكبر بكثير من الثقل اللي كان مرمي على الكتاب Game of Thrones ليه؟ لأن Game of Thrones أخذ الرواية واقتبس أشياء وعمل سيناريو برافو على السيناريو برافو أنه عملوا عالم ما أخذوا كل الجنون اللي موجودة سمعت أنه عالم Game of Thrones أكبر بكثير من المسلسل بس برضو طلعوا بحاجة وبلغمة كبيرة جميلة جدا بس هنا بدأ تقريبا خد قرارات أعطى مجهود أكبر واخد قرارات أيوة مين اللي يلا أي إشاعة أخدها ولما أخد هذه الإشاعة كيف هتمن العالم وإحنا رايحين لا اللي عمل الكتابة للآن يعني خليني أعيش وأنا مرتاح إنه أنا مقبل على أشياء إن شاء الله كتابيا لأنه سمعنا أنه المخرج حيمشي تمام اللي هو سبوشنك المجلسة بوشنك أخب حلق لي كانت اللي فاتتي تهي وخلاص إنه حيسيب أما هو مش مكمل بعد الموسم مش مكمل بعد الموسم الأول أنا مادري كم حلقة بقيله بس مهوم مكمل بعد الموسم الأول بس على الأقل كتابيا إن شاء الله إنه العمل حيكون معنا لأنه مبني على رواء على شيء على فيه مصدر ياخد منه وفريق الكتابة شاطر للآن بيعطينا دوره وشراف صاحب الليلة دي أهم حاجة لتخصنا في الموضوع تحت شراف صاحب الليلة المخرجين الآخرين بينما فيهم المخرجات الستات على فكرة اللي اشتغلوا في الموسم أنا ما عنديش تعقيب سيء على أي حد فيهم واختروا لهم الحلقات المناسبة لهم جدا كمان أنا الشيء اللي اللي أبغى أوصل له إنه المقارنة مع جيمة ثرونز يا جماعة هتكون ظالمة دائما لأي عمل لأي عمل جيمة ثرونز ما تتكلم عندك تقارن موسمة الأول لأ أنت تتكلم ثرونز بتتكلم عن تجربتك كلها بتتكلم عن الصدمات اللي عشتها معهم كلها فالمقارنة دائما مظالمة قارن مع مسلسل دوب وطالة قلت إيش أنت مستثمر مع مسلسل دوب وطالة ستة حلقات فقط ووصلت لهذه المرحلة من التعلق في الأمور الشخصية فبس ألك محمود فريق رينايرا وفريق أليسند أنت إلى الآن لو لازم أقول حول أليسند رغم من أليسند عندهم دواعي الغضب ولكن على الأهل في محلها وعندهم حتى الكليم اللي هما بيقولوه دايما في حتة تمسكهم بحققهم زي ما يكون حق تمسك بالبقاء على قيد الحياة خوفاً على نفسهم من القطر بجتمعاً في المجد وفي الكلام ده كله وعجبني يا أوي في الحلقة الأخرينية لما أليسند كانت بتكلم كريستون كول ورفضت التجاوز اللغذي منه وقالت له إحنا لو بندفع عن شيء إحنا بندفع عن أيوه أنا هذا اللي حبيته يعني يا جماعة إحنا دايما دايما نفتكر وكيف أنه مثال للشرف وكيف أنه مات لأنه كان شريف تمام طب أجلسنت يا جماعة شريفة ترى تزوجت هي ما نامت مع واحد كده من الشارع هي أخذت قرار وتزوجت وهذا قرار وهذا حياتها وراحت وأفنت شبابها مع إنسان مريض وقامت بواجباتها الزوجية كاملة مع هذا الشخص وخلفت منه ثلاثة أطفال شرعيين ومن حقهم منهم يرثوا الحكم من بعده فكل التصرفات اللي قامت بها أليسنت زي أي وهذا الحلو في شخصاتها غامو ثرونز ما يصبح تحية برضو هي فيها شوية حسد حقد مثلا بتشوف رينيرا كيف عايشة حياتها أوكي بس لو جينا المكنونة الإنسانة إنسانة نظيفة إنسانة ماشية على مبادئ فعلا إلى الآن ما ماشية وهذا المثال اللي قاله محمود رهيب لو كان الإنسانة ثانية وهذا بيسبك يعني كانت سبت معاه لا هي وقفت وقالت ما عليش احنا بنعمل الصح ما احنا جينا هنا نتكلم عن ناس وبس ولا تنسى هي الأميرة ما زالت الأميرة ما زالت لها مكانتها فحفظت لها المكان اللي هي موجودة فيها لكن كل حاجة بتطالب بها أليسنت إلى الآن من حقها هي ما أفنت شبابها أعشب الأخير والله تجي واحدة ترميها في الشارع هي ما خلبت عيال شرعيين وعاشت حياة مستقيمة الحياة الطبيعية أشب الأخير انسحب العيالة وروحوا العيال تانين واضح بيانا عيالة أنهم جايين إلى الحرام يعني بالرجوع في الأحداث هي ما خانتش رنيرة وتعرضت للخينة من رنيرة بالضبط اللي قال لك مهي أخذت أبوها بالحلال بالحلال انتي حسيت بأن في صدنة وخينة لكن احنا كنا مطلعين على الأحداث هي ما عملتش حاجة بالحلال صح ممكن يقول قرار غلاط تسرعت فيه بس كانت محترمة لأبوها تمام كانت شافة مصلحة عائلتها تمام شافت مصلحتها الآن مصلحتها عائلتها ده ساعة لما كانت الاتهمة موجهة الرنيرة كانت هي اللي بدفع عنها فأنا بالنسبة لي يعني شخصي بس حولك بس هي أليسن أليسن تنجزبها للجنب المظلم هي الآن بس حاجة واحدة بس حاجة واحدة هم بيشبهوها في سيرسي ويقولوا يا راق لا تسوفر شوي بس سيرسي عشان كنتم جوفري وإحنا شفنا حاجة على جوفري كده كده يعني لا لا كلام فاضي لا شوف وهذا الرهيب لو أنه وصلنا للمرحلة أنه أليسن يبانت دارك سايد فيها بشكل أكبر واو على التعقيدات كيف بدأت من شي وتوصل لشي فأنا مستني أشوف على النقية تماما من رنيرة رنيرا بتدينا شخصية إلى الآن مثير للاهتمام جدك بس ما معاها الحق ولا في شي ولا في شي ولا في شي ممكن نقول أنه هي صارت وليا للأهد أوكي أم طيب أوكي خلص طيب وأنتي دحين لحد دحين وليله أوكي أنا ماشي معاك ما عد شامنك شي وحتى أبوكي من يوم ما خلاك وليا للأهد للآن وأنتي وليا للأهد أوكي يعني ما عندك جيء ضدك أنا بقول أوكي فحنستنى إيش يصير معنا بس كل القرارات الأخرى اللي بتعملها الدمار اللي بتسوي للعيلة والدمار اللي بتسوي لنفسها والسمعة حق الترقاريان وإنها عايشة على جنبه كل دا الأمور اللي استسقتها من عمها يخليها في الجانب بالنسبة لي على القلقة بوصلة بوصلة إنها في الكيوتك إنها في الشي وبعد ثرو والعبري على قولهم وأنا بالنسبة لي هذا النوع من الشخصيات على الأقل في هذا النوع من القصة ماني قادر أتبط معها ماني قادر أتعاطف معها أنا متعاطف جداً مع أليسنت ماني متعاطف مع رينيرا إلى الآن ولا تكة أوكي هي عليها على مثل الاستفاهم الأكتر أنا من الحاجات اللي عملت أسأل عليها طب هو اللي نور ماشي يا سيدي بتعبط ووز والكلام الخيبان اللي عليك طب نام معاها وجيب ولده خلاص ما قدرش يا عمي أغصب على نفسك هو أنا طلبين بأنك تخص أنت حنات رياضيات يعني هنا هين القصة حب وثلاث مرات وشي تاني يا أولاد المفترين حاجة حاجة تانية حاجة تانية والله العظيم أنه الفلاريانز جايبينهم أنه من أصول أنه شعرهم أشقر وهم سود رائع خلّ التمييز واضح معاك تخيل لو كان زي الرواية كلهم بيط كما عسيت بأنه فعلاً من أنهم مختلفين الاختلاف هنا واضح عياناً أنا مرحب بالحرية في الأدابتيشن الحاجات ديت ما بتضيقنيش إطلاقاً فكرة الإخلاص للرواية أنت لو متعصب للموضوع دو يبقى أنت عندك مشكلة حصلة لا والأداء رهيب إلى الآن من كل الفلاريانز أنا بموت في كورليس هي رينيس بس لما خدتش وقت كافي على الشاشة بس أنا أنا عاكب في كورليس ولنور أدانا دور أيام الحرب توقعت أنه يكون أكثر يعني قوة وصلابة صحيح شفت حاجة مختلفة ما يوم ما مات جوفري في الحلقة الليل ما كبر وقاعد حياته كده عايشها بس هو هو ده التباين ده خدت بالك المشهد لك المتعطش فيه أنه هو يروح يحارب هو وحش وحش الجانب ده من نفسه صح وهنا اللي أنا أبدأ أشوف أنه الحرب لو في حرب حتصير وإيش حيكون دوره في هذه الحرب حيكون دوره في الوقوف مع مرته لأي درجة حيدافع عنها كل هذه الأمور يعني كانت رهيبة فأربع حلقة إي رأيك في ودعية لينا أنا في الحلقة دي يا أخي أحاسيسي كانت ضار بطريقة غير طبيعية لأن أول شيء قاعد تقول الله لينا كبرت تمثيلها حلو يعني جايبين مثلها إذا الآن ثلاثم الثلاث جاءوا لينا وهي مرة صغيرة وهي مراهقة والآن وهي كبيرة ثلاثة وكيف حسيتني بقوة قلت الله الآن عندنا شخصية وكيف حتترجع دايما وتقول لي دايما أرجع والله وهي واقفة معاه حتى لو ما يحبها على قرار حتكون سند له ماتت هاروين هاروين لما جات تستمع رينيرا جات تستمع الكلام اللي صار بينه بين أبوه لينل وصار ويبين لك الفرق بينه بين كريستن كول كيف كريستن كول برضه من أقل تحدي أنا خنت عهدي وأنا مدري وصار حاقد لليوم عنده عرق جون سنوي كده مش بالزايب ازياء عشان كده أنا ماني حابة الشخصية لكن هاروين هاروين ورانا إنه بيعمل حاجة غلط وإحنا ضد الغلط طبعا بس نفس الوقت يعني هو متملك لغلطته ما بيستعر من غلطته هو غلطان ويقول أنا غلطان بس أنا مستمر أنا هذا النوع من الناس أنا مرة يعني أحترمهم أكتر من اللي غلط ويستعي لا أنا غلط لا إنت غلط أستحمل مع نتيجة غلطة وخليك رجال تعامل مع الموضوع ده برجالة فهينا هاروين دو بيقعد تكون الله شخصية وعلى طول راح 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 ميت على طول ف لين السترونج لين السترونج أنا كنت أشكك ابتدت ابني اب الزاب ابتدت أبني في دماغي خيالت أنه هو المخطط الأعظم وهو الشخصية اللي في الضل اللي عمال يحرك الناس ويشور اللي ده يعمل وشكرا وراح وراح مات على طول بس ودعيت لنا إبك يعني يعني هاروين وليين ال راحوا في طيس لكن ودعيت لنا ملحمية أبغى أعرف حاجة أبغى أعرف حاجة إلا الآن خايف أدور على الإجابة يجوم يحرق لشي من القادم من هاوسو ومحدش يجاوب علشان نبص في الكومنتات لو لقينا إجابات مش حبوص طب لا أسأل خلنا أقول لك هي حيحكلنا المسلسل كله لا أسأل موضوع موضوع لما هي قالت دكارس أصلا ما قالت دكارس أكثر واحدة ضحكتني يعني قالت دكارس بطريقة بضحك وطلع على النار وجاء دايما دخل وسط النار وما سر له حاجة لأنه ترقاني هذا جزء من الاستعراض في نفس الوقت لما التنين حرق لينا ماتت النار لما جاءت على ديناريس في Game of Thrones ما ماتت لما الأم رينيرا ماتت إما حرقوها بتنين وماتت ما حرقت فلسه لا أستطيع أربط بين النار والترقاريان هل لو النار جاء من التنين مباشرة تحرقهم هل لازم يكونوا ترقاريان أصلي من ترقاريان أم وأب ما يكون لأن كل دول اللي ذكرتهم للآن مو كلهم من الأب لينا فليريان أصلا مش ترقاريان مش ترقاريان بس عندها عرق عرق من فليريا أمها لا أمها أمها رينيس أمها ترقاريان تمام ترقاريان إما ترقاريان من الأم أظن أو من الأب والعيلة التانية لا جاء من قبيلة من عائلة أخرى فهل عشانهم في مكس بيصير بخلطين بتصير له مشكلة في النار متأكد أن هناك إجابة واضحة وأنها على جولهم هو عموما التعرض الشديد عنده شوية علامات استفامها هي دي نيرس لأن دي نيرس دخلت خيرة حمام يعني مش عدت في نار حمام نار هل لأن دي نيرس كان وراها نبوءة فده موضوع تاني ميبي ويمكن للمو نار تنير يمكن نار التنين غير أيضا يعني فيه فيه حاجة أتمنى أنه ما تكون شيء يحرق قدامه يا رب إنها تكون إجابة وأنا غبي كده مريت عليها بسرعة ولا إنها تحرق عليها حاجة قدامه متحمسين وماشيين وموسم ولا أجمل أنا بس عندي انتقادية بسيطة وفي نفس الوقت تشجيع وبرافو اللي بدينا شخصية ديمن قوي حضوره لدرجة على الرغم من قلة اللاينز وقلة الصطور والدور نفسه والتلام والحوار الخاص وقلة التعبيرات إلا إنه طاغي من الذين يقول إلا إنه حضوره موجود دايماً حاسس أنه موجود وتمثيلياً إلى الآن هو هو الأفضل هو الأفضل هو الأفضل هو الأفضل هو الأفضل واحد أجري أوكي يوه اللي بعده طب ما تقولت حكية حلوة كلها الانتقاد إنه إنه إلى الآن الشخصية ما لها شيء تترق مقاعدة راحة مين يسار هو تمثيل العبث تمثيل العبث فعلاً هو كان سفير عبث إلى حد كبير الحلقة اللي فاتت كان دورمند جداً أنا فجأة لقيته قاعد في العزبة وبيجمع الإراض فيه إيابة مش دابو دي من اللي حعارفينه شفت الصورة اللي نزلتها من فترة تويتر كيف أنهم حاضن البنات دي حذفوها من الحلقة غريبة يا أخي أو يمكن يكون حياتبني عليها ممكن تكون بكى بشط يمكن يكون عاوزين يبنوا أكتر على إن فيه تفرق فعلاً في المعاملة ما بين البنتين ممكن ممكن بس أنا يعني فرجت مرة معايا جدي إيش أنه صار أب ويدين على صورة عكسية تماماً للجنون اللي هو كان كان عايش بالحلقات السابقة وكل هذه الأمور نقطة أخيرة أنت قلت واتفقت معايا ومرة مبسطة ومرتفقت معايا لما مشيت أليسن في الفستان الأخضر وأخوه قم قال عيلة الله الجسم دان هاي تاور يشغلوا اللون الأخضر متحد شلم يحسن المستكاوين لو جات في الحلقة أو حلقة قبلها لو جات في أي حلقة بعيدة أو بعدها بمشهدين ثلاثة وتربط أنت الأمور مع بعض أو شي كانت أجمل بكثير من التلقيم بالملاقة داس وهذه مشكلة كلايرس للآن أغلب ليناتو تلقيم ملاقة يعني حتى موضوع لما مات أبوه وأخوه وقال أكيد ما حيقوله أنه هي لعنة الهارنهول أو لعنة القلعة يا أخي لا تقوله يا أخي يا خليل أنه في تحقيق حيصير وأنه أصبح مستعجلين مرة عشان عندهم متيريال بزيادة وبيحاولوا ينطوا طب نظريات بقى سمعت نظريات مجنونة تجمع ما بين لارس والفار والوورجنج أوه هذي لو فعلا تتبنى هذا كلام أنا مش عارف حسنا يسترد شيء أنا أتمنى لأ أتمنى لأ لأنه الموضوع هذا ما أخذنا نهايته في الشكل المطلوب في Game of Thrones وحيزيد حرقة عندي أنه برعنا ثري آي دريفن نحنا ما طلعنا بشي من الموضوع ولا طلعنا بأي حاجة شفنا بس كم حاجر وفي الأخير شغل الجي بيس صراح ولا انتبهنا له في المعركة الأخيرة لكن ما طلعت بشيء فما أبغى أرجع يعني صراحة في النقطة دي وأنا في الرواية ما وصلت النقطة هذي يعني أنا وقفت إبداية الشرطة وكل شوية أرجع أمشي بس ما فيه إشارة عليها فهي نظرية بس نظرية بنت كلب اللي طلعها واحد فاهم لأنه الفارد ده بيطلع علي في كل حلقة وإحنا عملينا بقصة على أساس أنه هو رمزية أنا كنت شايفه رمزية بس الناس بتقولك لا رمزية الفساء دائم من الفيلم اللي جاب الفارد بطريقة حلوة رمزية حلوة فيلم Deported ومشهد النهاية العظيم وشزرات فرارات رائع 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 فأنا دائما بأربط للجرد أو الفقر إنه الواشي الشخص اللي ينقل كلام بين الناس أو يشتغل واشي عند شخص معين أو للفساد عموماً وللتجسس عموماً فأتمنى إنه لا بس لو طلعت بربط استغلال جيد وربط بيستغلوا كل حاجة من Game of Thrones يعني بيحاولوا كل اللي غلطوا فيه بيصلوا حولاً بلنسبة لأعمال العربي طيب يا بي محمود أنا شفت إنت رسلت لي ثلاثة أفلام مسلسلات عربي وأنا صراحة أن اللي ما لجيت الوقت بس أوعدك أن أرجع وأشوفها بسمي لاجي أن الفترة اللي فاتت دي يا محمود حماسك زاد مع المسلسلات العربي بشكل عالي تطور الإنتاج المنصات الجديدة الجلي الجديد اللي ابتدى يشتغل التحرر من الفورمات الرمضاني شجع ناس أكتر على الكتابة على تلعب أفكار على حاجات زي كده وأتصور أن التكنولوجيا كمان بتساعد الناس دي أبو حلو بس لا يعني أنا كمان عندنا برضو مقصر في دا الموضوع وتكلمت فيك بالكمية وما تصورت حلقة إن شاء الله تعجب الناس صورت يا جماعة فطفضة مع عزيز الزامل والغائب داني بوكس محمد الدوسري والغائب أيضا أبو عمر من قناة كشكول أحمد عشور قعدنا كده جلسة إن شاء الله تعجبكم وجزء من الكلام بحكم أننا كلنا سعوديين كنا في بعض قاعدين بنتكلم على الأعمال السعودية وكيف التغيير واللي بدأت بنشوف أعمال بدأت تطلق شوية زي ما قلت بعيدة عن الفرمات اللي احنا نورفين عليه كسعوديين مع عمالنا بدأت تصير أشياء ثانية غير بدأت يطلعوا جيل كتاب جدد هذا اللي كلها مفتقدين بدأت يطلعوا كثير سيناريست صغار في السن جدد النساء والرجال وغيره يعني صار فيه ديفرسة عنيفة والناس دي مش مفتقدة عندهم الأفكار مشكلتهم لا في الأفكار ولا في طريقة التعبير ولا في الموضوع هم بس مش فاهمين الفرمات يعني اللي بيعانوا فيه في الأول علشان يبتدوا يقدموا شغلهم للمنصات المختلفة أو الحاجات المختلفة إن هو يكون ملائم للناس دي متوقعون مستنيا أسمح لي هنا أقول حاجة أنا كافضة وقولها من الحلقة اللي فاتت بس ننسيت خلنا نقولها ونستغل للفرصة مداب بنتكلم على فرمات وسيناريست وكده يا جماعة أي واحد ترى اليوم اللي حاسس أن يبغي يجرب يكتب بالله عليك جرب وكتب تمام أول مشكلة هتواجهها أكتب كيف إيش الطريقة اللي أنا أكتب عليها في مقابلة عملتها مع الكاتب أحمد مرات كان بيوصي لكتاب هو عمل اسمه قتل المبتدئين كان بيشرح لك طريقة الكتابة كيف وكيف تعمل السيناريو أصلا هذا عندك مصدر في مصدر تاني جميل جدا اسمه أنا سأضع لكم محمود ممكن أن أرسلك الرابط لأنه سيفيد الناس اسمه السيناريو كده اسم الموقع السيناريو عمله شاب برافو عليه كان عايش في أمريكا وهو سيناريست كمانا أظن عمله لسه ما نزل للآن فصار بيني وبينه كلام وكده وقال لي أنه نشتغل على هذا الولبسات يا محمود ببساطة يعلمك step by step كيف تكتب السيناريو تمام والموقع ده عبارة عن يعني عبارة عن أداة متكاملة في له مكان تحط الشخصيات في محل تحط الأماكن في مكان يقول لك المشهد الأول المشهد الثاني القطع وكل الأشياء اللي عادة حقونا السيناريو بيكتبوا فيه فيساعدك بالفرمات اللي أنت لما تسلمها المخرج ولا شوف إيش الفرمات حالي بس في سؤال مهم ببعض الموضوع ده ده بيقى بالعربي هو عربي عشان كيف يسميه السيناريو مشكلتنا أننا كنا بطول عمر هذا اللي خلالني أتحمس معاه لأنه فيه برامج كثير بس باللغة الإنجليزية هذا البرنامج بالواجهة حقته بالدنيا بالكامل بالكامل مكتوبة باللغة العربية اسمه السيناريو ومجانا أظنه أظنه مجانا ومبني على كتاب أنا قريت الكتاب داقة بالفترة اسمه سيف ذكات أو حاجة ذكات كده وهو كتاب يعلم الناس كيف يكتب السيناريو فهو قرر الكتاب وتعلم من البرامج الأخرى لتعلم على كتابة السيناريو بلغة الإنجليزية وعمل منها موقع باللغة دا موصع لـ URL نحطه تحت في الـ description حطه 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 تحت حيث يفيد صاحب الموقع فادي النجار فادي برافو عليك مشكور هذه من الأشياء اللي بتساعد في المجتمع يا جماعة اه امكن الواحد اللي كان ماكسه بس بيعرف فورمات عنده فكرة حلوة بس مو عارف يبدأ من فان مو عارف يبدأ كيف كيف يكتب أبنى الطريقة دي هتكون مفيدة جدا هاي الجدد طيب هل فيه أي مسلسلات تانية حابب ترشح حالنا لأن دا كل اللي أنا شفته فيه كوب ركاي بس شفته غير كده وشوية حاجات على شاهد بس عايزين عايزين الحاجات اللي هتشغلنا الفترة الجاية بقى منك انا حامل حلقة قريب على المسلسلات وحتكلم فيها بشكل كبير بس ممكن اقول اه نزلت الحلقة على أنيمي هو مسلسل أنيمي اسمه سايبر بنك على نتفلكس هو مبني على لعبة برضو زي أركانيا انا عارف سايبر بنك اوكي فلما دخلت شفت أركان أقوى بس حماس جدا نفس الحماس اللي مريت فيه القصة جميلة رائعة وأنيمي مش أنيميشن أنيمي ستايل أنيمي وحتى الصوت والكلام وكله باللغة اليابانية فهذا من الأشياء اللي أنا أنصح فيها جدا وعملت عليها مراجعة فهذا من الشيء اللي أنا أنصح فيه بشكل كبير سواء أن أنت متابع للآنيمي ولا لأ اعتبروا أركان اعتبروا أركان وتفرج هم فيش أي كلام عن المسلسل التاني من أركان ولا أي سيرة وير عمي يقول لك الجوز الأول قاعده فيه ستة سنين بس المهم خلاص اللايبري ريزة بنت سنشتغل صح صح بس ما أبنوا يعني قبل قبل السنة الجاية ما أبنوا هم ضروا بس لا بس لا نتفليكس أو يا مان هذي نسيناها نتفليكس أعلنت في تدم كل البايبلاين وكل الأمور اللي جاية الفترة الجاية وما جابوا سيرة وذكروا أشياء كثير من أمها داعي بس ما ذكروا ده يعني فرحانين بإنولا هولمز أنت عجبك إنه لهم خالص 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 تتوقع له جمهور تتوقع له جمهور البنت اللي هي جمهور في البريتين والفاقة العمرية اللي هي جمهور فظيعة دي مش ممكن يقبار ومش فاهم ليه مش عدري فاهم ليه بس والله هي تمثيلها مو بطالة أنا جدا تكلمت عن تمثيلها إنتم أنت مقتنع معايا فيها أنا تمثيلها يعجبني صراحة ميلي بوبراين يعجبني طب خلينا على حدث تدم في أكتر من حاجة قيلت في هذا الحدث واحد من الأشياء اللي أنا منتظرها جدا أنه في الشهر الجاي نفس الناس اللي عملوا دارك المسلسل اللي اللي النميسيس تبع محمود مهدي واحد منهم الأدول واحد منهم واحد من الأعداء محمود مهدي حينزلوا عمل آخر البوستر نفسه حيخلي أحمق مهدي يشرت حيخلي مهدي يشرت على طول بطالة التراينجل لا دخل دماغي قد بسم الله هيك صح وهي باين عليه حاجة حلوة والألمان دول يعني يعني أعطونا شيء حلو بالنسبة لي أنا في الخيال العلمي وهم اللي عملوا أنا بالنسبة لي أي قصة عن السفر بالزمن خلاص صار مرتبط معايا به دارك وعلى فكرة شباب الأنمي اللي كل ما أقول دارك والسفر بالزمن يا شاخ أنت ما شفت ستاينز جيت روح شوف ستاينز جيت شفت ستاينز جيت وجميل وحلو روحوا وينتوا شوفوا دارك أخيرا شوف ستاينز جيت يعني جاعت فتاة طويلة أستمنى بس روحوا وينتوا شوفوا دارك أوكي في شيء تاني في تدم شد انتباهك لا ما فيش انبسط أننا إن إكستراكشن تو قرب رغم أن أنا كنت شايف أن الفيلم كان لازم يخلص على نهاية الجزء الأول أعترف أنا ما شفت الأول شفش الأولاني واو بس أنت هتنبسط أنك لا لما الثاني يقرب أنت ممكن تضربهم مع بعض ما أدري إيش اللي خلاني ما شوف الأول ومشيت الدنيا وما شوفت الأول حلو سمعت كثير على الأكشن إنه كان مضبوط يعني كان معمول والعلاقة ما بينهما بين ولد صغير جميلة حلو إيش شيء تاني غالإكستراكشن يو جماعة يو أنا هذا القلتي بلجر تبعي إيش يعني قلتي بلجر هي المتعة المنطبطة بالذنب أنا عارف دي القصة انتهت بس أنا مستمتع أنا مرة مستمتع بقصة يو والموسم الثالث استمتعت فيه جدا فمستني إيش يطلع من الرابع ممكن هنا اللي ينقتل الاستمتاعي بس أنا منتظره للدرجة دي أنا مرة منتظر على سيرة الـ Guilty Pleasure بتاعتي كوبرا كاي سيزن فايف سامع كلام خطير على المسلسلات والله أنا رأيي بص كوبرا كاي لما قي بالنسبة للإرث بتاع ذكرتي كيد كان حاجة لها وزن مش مجرد انه هو حاجة فورفان وشوية كرتي وشوية عيال وكلام زي ده كان حاجة لها وزن فعلا خصوصا واني نابد نتناول الأحداث في الأساس من منذور جوني هو بطلنا مش دانيل بالعلم انا شفت الموسم الأول ووجفت في التاني بالعلم شفت الأول كامل وكنت منصوط فيه جدا الأول حلو التاني حلو إلى حد ما بس بمجرد لما المسلسل ابتدى يستعير من كل أجزاء ده كرتي كيد ابتدنا نجيب تعمل تعبانة قوي وعشان ندفع الأحداث لقدام الخطوط الدرامية الرئيسية بتاعتنا بقت علاقات العيال مع بعض والمثالتات والمربعات الغرامية والكلام ده كله ودي مليانة تقلبات هرمونية ماش بتلقش بسني ولا بليقتي بصراحة انا مش قادرة تبايعها ما بيهاش محن حلو ما بيهاش محن حلو الحقيقة يعني النهاردة بحبه النهاردة بكرهه النهاردة سمعته بيقول حاجة شفت واقف مع حد ده جاب ده قال وكل شوية تلموا على بعض وينزلوا دعكة في بعض بس اكملني أنا من أبناء هذا العالم مش قادر أتخلى عنه فانتقل عندي من عمل كل الناس بتبصله البساطة وانا كنت بصله بتعمق انده أنا بقيت ببصله البساطة مع بقية الناس وبقيت مستمتع بيه كجلتي بليجر فعلا حاجة مليانة عيوب مخرمة من كل نحية بس مش قادرة أبطل فول جميل جميل طيب كده خلصنا المسلسلات نروح لأخبار بقى الخبر الأهم والأعزم والأكبر والأجعص ديدبول 3 وولفرين هيو جاكمان مارفل سينيماتيك يونيفرس هل كنت توقعها؟ هل كنت توقعها؟ أهل كنت توقعها؟ أهل كنت توقعها؟ أهل كنت توقعها؟ لا أنا كمان حاجة ثانية أنا هيو جاكمان متابع على الإنستغرام ويشارك صار حياته كثير ويصور في البيت هو بيشوي هو بيقعد الوجه الوجه بدأ يعجز فجأة عجز الآدمي فجأة أنا شوفت في باد إيديوكيشن رقل كبير خلاص نخطيناك كلام ده يعني فخلاص للدرجة دي أنا قلت يا عمي راحت خلاص وكبر وراحت وكويس ومعتزل أصلا إيش اللي حيطلع بس أنا أطلع على في الفيديو ده واو فيزيك واو أكيد قبل التصوير هيكون فيزيك ألف وألف 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 يعني لا أنا أنا مش مستغرب أن هو يجي تنشيب أنا مش بقول أنه هو كبر على الدور يعني مستحيل يلعبه لا هو كبر على الدور كان صعب أن نتوقعه بس نتوقعه صح صح بس أنا جد مني متحمس وشفت التريلر كم مرة والتيزر ده والاتنين كانوا رائعين وفكرة التيزر رائعة وأصلاً علاقة الاتنين دول خارج التصوير أصلاً كممثلين اتنين يخليك تتحمس أنه مشتغلوا مع بعض أصلاً مهما كان الفيلم فما بالك أنه ديدبول وولفرين بعد سنين طويلة من المناوشات بينهم في نهاية الأفلام لكن أنا فتح لي جرح وأنا كنت حاول أقفله وقناعة أنا مقتنع فيها أنه ما حيرجع جيل بقوة الجيل الأول من السوبر هيروز المتعلقنا فيهم بشكل كبير لدرجة أن الأستوديوهات نفسهم خايفين يعوضوهم بمثلين آخرين مصبب وأساساً الاتنين دول هو وولفرين اللي بدأ معانا من إكسمن مروراً إلى لوغان وهنا السؤال اللي بسألك يا هتتوقع يرجع وللأ روبرد دوني جونيور في آيرون مان هو في أي كلام بيتقالع لأنه رجع أنا مستغرب بس هل ده يفتح المجال أنه زيداً أنا هده يقول لك آه هو لوغان مات الفيلم صار ترى بس هادي إيه أحداث أول صارت لا تبقى عكت قوي لو أعملنا كده أنا كنت من فترة في النقاش وقلت الغلطة الأساسية في فيلم طور وإحنا بنحاول نشوفها وليه مشي غلط هو إن طور استمر من أصل يعني طور كان لازم يطلع مع أفراد الحرس القديمة وهم كلهم بيطلع زي ما طلع كتن أمريكا زي ما طلع آيرن مان طور كان لازم يطلع فأنا بقيت مستبعد بعد اللي شفته في Love and Thunder مش قبل ما أشوفه يعني كنت مقتنعه وأنا حبب أنا بحب كريس همسور وبحب طور دقيقة دقيقة أنا ما لقشتك في ده ثور أنا ما غلاقشتك في ثور آه يا أصدق ما تلاقشنا ده أنا أبغى أتكلم على ثور تعال أتكلم ايه أكمل كلامك وحش 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 ومليان فرص مهضرة أنا زعلان أكتر شي على كريستيان بيل على كريستيان بيل فرصة كريستيان بيل وعمل اللي عليها عمل اللي عليها كل مشاهد كريستيان بيل كنا من فيلم آخر أنا مش فاهم هو إيه اللي جذبه في الشخصية مش بالتقل الكافي يعني أنت عملت فيها كل اللي ينفع يتعمل بس هو ما تلاقش بنطر من كده الشخصية جذابة اللي متأكد والله هيجي اليوم يا محمود وأذكرك هيجي اليوم اللي متأكد فيه إنه تم تصوير مشاهد أكثر بس الحمارة التيتي ده ما أخذ المشاهر كويسة والله العظيم مستحيل الدور حلو الشخصية حلوة فكرة والتحدي آلهة اللي شفتوا منها مش حق لا يعني مثلا معقول أو قاتل الآلهة ما يجيب ولا مشهد أن يقتل إله واحد هو الأولاني بس البتاع الغيبان بتاع الجنين أكيد كان فيه أدوار تاني وده وجاء الأخ ده حطل لك المشاهد التعبانة حاجة الجوتس هو بيصرخ مع أنه ضحكت عليها كتير أنا وأنا 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 بذكر الحاجات الإيجابية في الفيلم أنا أعيب أن أنا نسيت المعيز المعيز من أجمل ما يوم رهيبين مزعيجين بس حلوين قدر مزعيجين بضحك شوف أنا كنت في كنت مسافر وقتها كنت في إجازة وأنا ما كنت في إجازة مودي يكون مختلف وأظن والله أعلم أنا هعمل استادي على نفسي أشوف كل الأفلام اللي شفتها في إجازة وتقييماتي ليها ممكن تلاقييني مزود نقطة أو لك لين أنا أعكل من جوه العام وأنا أصوت كده وراي حاجة وقاعد وكده ومسافر طبعا فده فيني مشفت وإنا مسافر وإجازة فقاعد أضحك أضحك في القاعة أنا وكم واحد نضحك من قلبنا ممكن كل ناس نضحك زي أنا فواضح هنا لقد كنت مستثمر في الضحك بزيادة فيلم فاضي بس ضحكني أنا لازم أعطي له دي اللي تحكت فيه شوية زوس رسل كرو زوس موتني أنا تحك كيف رسل كرو وافد كيف رسل كرو وافد سكر لا هو سكر أنا حابب أن رسل كرو برافو عليه برافو عليه شكرا شكرا حلوة أولا هنبسطت بك والله نعم نزل نزلة دي ورفع التنورة ورفع الجيبة ورحم عدول كده يا الله بس أنا أحبطت أحبطت من الفيلم قتل ثور ووصلمي لل الكونكلوزن اللي بقولك عليه ثور كان لازم ينته الاستمرار يعني بالله لو أنت كلمة دي تدي قوة المطرقة للناس اللي معاك لماذا تأتي مع الأفينجرز قدام ثانوس يا حيوان مش فهم في حاجات عشان كي أدعيب أدعيب لما تربط العوالم ببعض تخلينا أستقعد لك حتخليني أخذ شلالك في كل نقطة لك خليت كل فيلم لحالو كان كان عشتنا الجنان متحمس لبلاك أنا متحمس لبلاك بانتر الناس بتقولي أنت متحمس لبلاك بانتر قلت لهم آه ده الحرس القديم الحرس القديم أنا لسه عندي فيه أمل قالوا لي ثور قلت لهم ثور كان لازم يخلص ده الفيلم الرابع لكن ده الفيلم التاني لبلاك بانتر بس مات مات وحيطلعون البنت الصغيرة وكفاية ووكنيس أنا لسه لسه براهي لغاية دلوقتي أن مالكل بيت جوردن هو ده بلاك بانتر والله ممكن أنا لسه رهاني على أن كل مونجر ممتش وأنه رجع هو البلاك بانتر ممكن ممكن تكون حركة حيبة لو سووها وأظن هذا اللي حينقذ الفرانشايز بس أتوقع أنه هيأخذ انتقادات كبيرة كيف مديته فرصة البنت والامرأة هي القوية بلا 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 ده أنا أتمنى يعمله كده علشان أخيرا نلاقي حاجة نفخر بها في الموضة وموالدة بدل ما كله خنوع كده طب سؤال بلاك آدم التيزر الجديدة والتريلر الجديدة غيرت مطاهمة أنا شوفت أشغر للتنين الأولانيين بس الجديد دي في واحد جديد هو في السنة ونزل واحد ثالث مان أنا حماسي صفر 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 أنا متفائل بحاجة واحدة بس أنه هو في اليونيفرس بتاع شزام وأنا بحب اليونيفرس بتاع شزام شزام عجبني أصلا أنا من الناس اللي عجبوا فيه ناس كثيرة انتقدوا دي سي إنهم عملوا زي ماربل في الشزام أنا منبسطت من شزام فيه نام لطيف خفيف لزريف حلو والواد اللي اسمه زاكري دا يعني والدراما بتاعة العائلة حلوة وفكرة الأيتام دي ظريفة بالضبط بالضبط بس أنا أنا دا روك لأنه هو دا روك في كل حاجة فالبني قادر يشتري بلاك آدم هو ما زال دا روك وهو دوين جونسون تقول لسه حاولك وانت بتتكلم على راين رينولد راين رينولد راين رينولد ودرق اكتشلي لو حبوا في يوم لايما يعتذروا التمثيل ويشتغلوا سوشال ميديا ستراتيجيست وسوشال ميديا فونتنت مانجرز يعملوا ملايين يمكن أكتر من التمثيل صح أنا راين رينولد علاقته بمرته واللحظات اللي بعملها والعيد الميلاد الصور اللي بنزلها أجمل من كتير أفلام عملها وبعيدا عن كون راين رينولد يعني بعيدا عن كون راين رينولد هو لو أي حد في الدنيا بيعمل الفيديوهات دي وبيعمل الصور دي وبيكتب التعليقات دي بس يا عم انت اشتغل كده للأبد صح فاهم فاهمين طيب ايش فيه أخبار تاني لا بس بما اننا بقى تكلمنا عن موضوع الكونتين كرييترز والسوشال ميديا كرييترز والكلام ده كنت في البداية اه اشارنا سريعا لموضوع الشورتس وموضوع الشورتس وكيفية تغيير الكونتين ستراتيجي خلنا نقول للناس خلنا نقول للناس إيش صار نقول للناس إيش صار إحنا صحيحنا من النوم إحنا صحيحنا من النوم يا بي لا إينا يوتيوب قلعة البطلون ولبس الشورت يوتيوب ما هناو يا خير مع تيك توك أبدا يعني مو بس دخلت الشورت لا أعلنت رسميا الآن سياساتها من 2023 ورسلت هذا الإيميل لكل الكرييترز إنهم بداية من 2023 حيبدأوا يدفعوا على محتوى الشورت أنا تيك توك نفسهم بيدفعوا بس اللي بيسنوا عنه بينتس وفئة معينة ومو أي أحد تيك توك بيساعدك إنك تاخد كامبينز لكنك ما بتاخدش أعلومات هنا لأ هنا حيدفعوا لك وحيحطوا ميكانزم واضحة ومتى تستحق الفلوس زي أهلي عجبنا في يوتيوب دائما مواضحين في السياسات متى تستحق كل حاجة فهم من البدري قالوا لنا أنتبهوا يا جماعة ويلا أبدأوا شدوا حيالكم في في الشورت أنا مو عشان فلوس أنا عشان طالما يوتيوب عملت كده معاته الشورت ما حيروح أي مكان على أقل السنتين الثلاثة الجيين موجود وقاعد وحيكمل وأجي ألاقي العمدة في الأسبوعين اللي فاتت تعمل حركة فضيعة جدا وبرابو عليك أفلام لا تستحق مراجعة كاملة بس حرام ما نتكلم عنها يعني أنا كنت بيستغل الحصات إنه الأفلام دي اللي ما تاخد مراجعة أتكلم عنها في الحصات بس ممكن الحصات يكون متأخر جدا جاي نهاية الشهر فحلوة حركة إنه فيديو كده بدقيقة الفيلم ده بيقول كده تا 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 وده التقييم معانه يا محمود شو بأنا بقول الكلام ده ويحاول أقنع نفسي بس يا أخي أنا أنا ما بديت القناة عشان أقول كده صح بالله أنا بديت القناة عشان أتكلم في تفاصيل يعني في ناس كده في ناس عاملين كده وما شاء الله ربنا أفاتح عليهم ويصاروا معروفين في دل إنهم موصاتية أنا ما أنا موصياتي أنا أشوف الفيلم وأتكلم عن التفاصيل فيه وكل ما زاد طول وأثبت أنا من الناس اللي بديت في محتوى حقي يا محمود كثير كانوا لساعةهم في مود إنستجرام وسنابشات واليوتيوب القديم اللي كان يحب ده الفيديوهات القصيرة جيت بفيديوهات كانت تعتبر طويلة نسبيا بالستة والسبعة والسبعة والعشرة سكر الأيام لما كانوا بيقولون الفيديو لو عدا ستة ده ما حدش هيشوف الفيديو ما حدش هيشوف الفيديو بدخلنا وتحدينا ده الموضوع وعملت من أفضل والفطفضة والحاجات دي كلها وبعدين البودكاست دخل فسار أصلا محتوى حقي ما هو شاد منه وماشي مع البودكاستات وكل الأمور فأنا أرتاح أنا راحتي لما أتكلم أنا راحتي لما أتكلم ومتكلم أننا ستحب الشيء كثير سيقولك تتفلسف كلامك كثير سيمشي بس الحمد لله سنين الآن موجودين وفي عندنا قاعدة كويسة بيتطالب بالأكسة ومتتقلل ليه قللت ليه ما اتكلمت على حتة دي وأنا أكون في الإدتينج أحيانا ما هرزادت منك دقيقة نزل نص دقيقة وهو لو نزلتها كانت أفضل فأنا مرة يعني عندي تناقض في ده الموضوع مان يعارف شي يسوي صراحة مان يعارف جب ما إني شايف إنه المستقبل بس ماني جادل أروح معاه أنا بشاركة نفس الموضوع بص هو قراءتي من الدنيا دلوقتي شكل الكونتنت اللي احنا بننتميله مننا عندنا فيه لجاسي فلسه الناس قابلينه مننا وبيحبوه بيتفرجوا عليه النيو كومرس صعب يلاقوا البيز يعني الناس القديمة والناس القديمة ده هي تققصوا بيها ثلاث سنين بس مش تكير أو حتى لو من سنتين أو لو حتى من سنة بس بقى عندك بيز كويس وعدد معين اتعود على أنت بتعمله فحيفضل يطلبه منك وحيفضل يريكمنده للناس وحيفضل عايش بس الجديد كله دلوقتي بيتحرك في الاتجاهين مش في اتجاه واحد على فكرة يعني مش كل الناس عايزة تروح شورت وبس بالعكس ده زي ما انت بتقول ناس كتير عاوزة الساعة تبقى ساعتين والساعتين يبقوا ثلاث ساعات وهو ده اللي بيحصل دلوقتي الدنيا بتعمل كده الدنيا بتجري للشورت الديئة الواحدة وبتجري للاربعين ديئة والخمسة واربعين ديئة فيما فوق واليوتيوب بيعملوا دلوقتي انه بيشجع كل الكرييترز ان هما يروحوا في الاتجاهين دول هنا في شكل الشورت وهنا في شكل اللايف واللايف بتاع اليوتيوب بالنسبة للكرييترز انا لاتي بتكلم الاسبارين كرييترز بالتحديد is very promising وعايز اتكلم معك لماذا كفي لايب علي ليش اللايف اكتر وبيروح على تويتش ومعرفا بيتغير الكلام ده كله دلوقتي وقعدت يعني لما شوفك مرة كده ناعد نتكلم على رواءنا بقى احكي لك الحدودة كلها على بعضها شكرا عمل ازاي فده اللي الناس بتتحرك له دلوقتي واللي يعرف يأدابت معاه بحيث انه هو ما يبقاش لفض ليه قوي مع الاحتفاظ باحترامه للأوديونس بتوعه والليجاسي بتاعه اتصور انه ده the strategy to go forward فيه ناس بتعمل ده بشطارة ورشاقة من اجمل ما يمكن منهم محمود اسماعيل لازم نسقف له بصراحة اللي هو بيعمله ان محمود لو حتبص على شورت موجود وناجح حتبص على فورمات موجود وناجح حتبص على اللونج فورمات اللي هو بيتبنها في شكل بودكاست موجود وناجح برافو عليه يمكن احنا علشان احنا ديناصر وقت شوية فبنعاني شوية في التأقلب وده بنطقي انا مش بقول لك يعني دلوقتي بجرب في الشورت هل انا ارتحتي فيها بكونوا تأكيد لا بس عامل شغل حلو في موشرة حاجة الافلام بس موضوع الكورة والتعليقات بتطلع لي في تيك توك صدفة حتى الكورة عملك كويس قوي والمواضيع العامة عملك كويس قوي الافلام لانك ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل فيها بس زي ما انت بتقول كده احنا بنعمل الفيديو اتنشر ديه و تلاتاشر ديه و بنمسح منه دقيقتين ثلاثة بنندم ان احنا مسحناهم ما بالك و انت بتكلم ديه انت مسح قد ديه صح و انا و حاجة تاني جماليا يا جماعة انا بالنسبالي والكلمة ديه دائما انا اقولها و اي واحد بفتح قناة لأفلام و انيمي و لمسلسلات و لا شي حط الشي ده في بالك كل اليوتيوبرز الثانيين غالبا بيعمل مثلا حقونا البرانك بيعمل برانك الان فالكل سيتفرج عليها الان ما هي مشترطة بوقت و زمان بحاجة معينة الحقونا الجيمز مثلا الكل بيتفرج عليها في نفس الوقت الافلام و المسلسلات ترى فيها عمام الكثير حتخليك تشغل الفيديو عشان تفرجها مراجعة او لا سيبك من الناس اللي حبونا مرة و يتفرجوا دول احبابي اقرب الناس لي اللي انا حسنا ما يتجاوزوا حتى واحد في مية من كل متابعين القناة اللي لو انزل اي حاجة يتفرجوا ما بتكلم عنهم بتكلم على العام المراجعة لازم يكون الشيء ده شافه او يمكن يبغى يشوف على شيء هو ما شافه و يتحمس عليه هذي اول من المعادلات الشيء الثاني يمكن يشوف شيء قديم وفجأة اكتشف انه يبغى يشوف مراجعة فيدور عليها وليس شرطة الجديد اول بأول لانه المراجعات حتى انت تطلب مجهود في مشاهدة مسلسلات بعشرات حلقات بالساعات وافلام كمان بالساعات فالمشاهد لازم يعمل مجهودة عشان يكون معانا فكذا مشاهدات انا ما يمرأ عالية مقارنة بباقي المحتوى مو بس انا شخصيا ولا محمود حتى الكبار كريست كريست اش اسمه ستاكمان وجيرني مقارنة يعني لهم سنين اللي عندهم الفولورز بيعملوا حاجات تانية عندهم فيوس تانية خلص بالزبط مختلفين تماما فأنا اللي بأقوله انو محتوى الافلام لانو انا فاهم دا كله لازم يكون بديل فورمات ليه لانو انا ممكن يزل فيديو الان يجيب عشر الاف يجيب عشرين يجيب اربعين تغيب عنو يا محمود سنة سنتين وفجأة يطلع لك وفجأة تقرد شو فيديوهاتك لقى يوصل مئتين تلتمية ومتى وصل مئتين تلتمية دا في ناس بتتفرق انت بس زراعت بذرة لما بيجي على MBC2 الناس بتروحوا بتدور على المراجعات وتجيب وفيلمه ممكن بقى لخمس ست سنين انت متكلم عن بجأة ياخد بوست ملاش معنا كده مو بس بوست مو شرط انو اصلا كل اللي بيتفرجوا تفرجوا على الفيلم معانا يا خي مو كل الناس قاعدة عايشة جوة الافلام ومسلسلات زينا واحد يستنى يشوف عشر افلام على ما وصل لدى الفيلم قد مرت عليك سنتين انت منزل المراجع عليه فهو دائما في طلوع مستمر للأسف يوتيوب ما بيكافئ على طلوع المتأخر بس القناة والجماهيرية حتنبني والقاعدة حقلك بتكبر وتزيد عكس المواضيع الثانية لو وصل مية الف ولمتين لو مرت سنين وموضوع قديم كان على تريند قديم ما حتح يترجى حلقة حيقول زي ما هو قاعد محل فعشان كده انا مني حابب انو ادخل في القناة حاجات ما تؤرشف غير قابلة للأرشفة اللي انا حقول لك انت يرقنتو سمتك يعني انت لما تقولي اللي انت بتقوله ده ده معناه انك لما تخش في الحتة دي وانت هتخش في الحتة دي يا ماهر انت انت رجل فاهم ماركت وبتزاكر وعلى فكرة دي حاجة بتغيب كتير على الناس الكرييترز دول يا جماعة الناس النكحة منهم زي ابو ماهر كده ده مش وليد صدفة ده وليد مذاكرة ومتابعة وقراءة للأرقام وتحديد الخطط وستراتيجيات وخطوة لقدام والشورتس والريلز والتيك توك والكلام ده اصبحت واقع واحنا لازم نأداب معاه بس انا طول ما انا فاهم امتي ايه وقيمة المحتوى بتاعي عامل ازاي والقاعدة بتاعتي بتحبي ايه وما بتحبش ايه يوم لما المسه هلمسه صح وحشتغل عليه وحقدم حاجة مختلفة مش حاجة عامل زي اللي كل الناس بتعمل والدسس دوي فور هادابتور داي زي ما بيقول هنعمل ايه ان شاء الله ان شاء الله يا سيدي وحاجة اخيرة بس منظر الفيديو الشورت وسط الثامبنيلات الثانية يحسك في حاجة غلط صح لازم اصلحه زي اللايف يعني انت الليما بتيجي تبص على اللايف اللي هي اللايف ستريمز او الكلام ده على الاقل عندك انت احنا ككرييتر زي ما نبص عليها بتكون في مكان مختلف وهم لازم يعملوا على شكل القناة من برا قبل زبتي الحلقات حاجة شورت حاجة ولايف حاجة واظن ما دري هو غلط من الناس اللي بتعمل ولا فيه امكانية حطه امكانية حط ثامبنيل لا هو بيديك ثلاث اختيارات يمكن ما تأبلود انت الثامبنيل بس لما انت تأبلود الثامبنيل ما بتعرفش تعمله بنفس فبيطلع شكله غريب فيه ناس طبعا شطرة بتعمل الكلام ده وتعمله كويس بس احنا طبعا يعني الشورت نفسه كله على بعض وخدله مثلا بتاع ست سبع دقيق شغل اقعد اشتغل في الثامبنيل نص ساعة طب خلاص معاما فيديو انتها الخطوع على طول حبيبي يا محمود حبيبي يا ريس كالعادة كالعادة الحلقة الجاية هيكون برضو عندنا ختمة باور باور مع انه احنا عادفين ايش هيصير تقريبا هيكون غلقنا ممكن هاوصة دراجون تعالى نعمل كده تعالى الاتفاق بتاعنا ان الحلقة جاية يكون هاوصول تدراجون خلص هو اكيد هو عموما الناس بتتفرج على الحلقة دي بعدما الحلقة السابعة نزلت بس احنا لسا مشوف نهيش احنا بنصور قبل ما تنزل عشان برضو الناس تبقى معنا على نفس الهاتف طب الله خليك اكتب في تويتر في الحلقة عندك لان انا من الصباح الناس بتسأل فينا الحصاد الناس تفهم الحصاد عندك ده حين ده نشخصيات ما كنتش فهم انا مابا شرشح قدام الناس وعليك انا مابا جوم امت لا الهاتف لو سمحت انا مشرشحتش انا لقحت فرق كبير انا ما من لو منشنتك انا شرشحتلك انا لقحت عليك فرق كبير صح لا هو يوصلك اللبيبو بالاشارتي يفهمه يفهمه جاهد فهمنا حبيبي يا محمود الى اللقاء في الحلقة القادمة انشاء الله بي بي